لقناة الأهل عندما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة مسؤولية الأولويات وابتلاع الطعم إبراهيم أهلا بك برشمهندس أهلا بك أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم حلقة الخميس من ملك وكتابة النهاردة رقم 908 908 حلقة من ملك وكتابة وما زال المهندس عدل يتقلق في الاستهلاليات بتاعته بلع الطعم وأولويات المسؤولية الأولويات مسؤولية أستاذ إبراهيم وإذا كانت تحدد أولوياتك وتطار مواعيد معاركك إذا جازت تعبير هي مش معارك إنما الصراعات اللي أنت تأخذها وتركز عليها اللي يصل أولا عايزين نترحم على المرحوم أحمد رفعت وأرجو إلى يعاني أحد معنا ومش هنخوض في التفاصيل لأنها قيد التحقيق ولكن مسألة مين حيسق يروح مين حيرجع مين حيعار مين مش حيعار أخبار النادي الأهلي أصبحت بجد بجد أعيشوها وكأنه في كوكب آخر كأنه مش موجود داخل النادي الأهلي كلها بهدف التشويش ويعني خل نوع من الحالة الجدلية اللي تاخدك بعيدة عن الماتشات وأنا أعتقد أن جماهيرنا أصبحت مدربة من أول الأزمة بتاعت ماتش الوداد اللي قعدنا منشغلين ليه من ماتش واحد وحقنا فين وبتاع فكانت النتيجة روحنا وضع منا التركيز أول حضور جماهيري ليه مش النص بالنص وكل مسائل مش فيه تحد لما روحنا بعد كده فيه ظروف مشابهة أنت روحت تاني مرة وأنت لازلت هناك ما تخسرش قدرت تتحقق المطلوب حققات التعادل الإيجابي ليه ركزت على الهدف ما انشغلتش بالفرعيات ما يحدث الآن عملية مضربة وممنهجة اشتغالة ليه عشان يشغلك يحدف لك أليو ديانج مش عارف إيه يحدف لك أزمة في كريستو يفضل يركز لك على أين فيه لعيب خلاص خالص فيش حاجة من دي واخد بالك لأن انت أي عاقل لازم هو أنت بترشح عارف ليه مكان ولا مالوش مكاية واخد بالك فإنما هو يقولك فشل الصفقة في اللحظات الأخيرة توعد أنت بقى تهاجم في الإدارة إيه دا ما أنتو بتتأخروا يا جماعة مين قال لكم أن الكلام دا ما تاخدوش حاجة غير من إدارة النادي الأهل وخدوا بإسلوبة ما هو الأهل اعتاد ما يعلنش غير الماء اللي بيتم إنما مش كل واحد حيرشح لعيب حيترتش لنا في الإعلام هنوعد نتكلم إن ليه ما جاشه ليه جاشه فشل ومش فشل الأولوي بتاعتنا عندنا أصبح الدورة كأنها مبراد كؤوس فجأة تحاول إلى كأس أنت لست في طرف أن تخسر نقطة وبعدين توصل لمرحلة إن ماتش بكرة قد يكون حاسما في الدورة مؤثر جدا إذا استطعت الفوز غدا والتركيز على كده ما تنشغلش مين حيلعب ومين حيخش ومين حيطلع وحق النادي الفين والإدارة الفين سيبك بالكلام ده كله أنت بتدير فريق بتخليه جاهز للمهمة واعتقد أن أصبح الجاهز الفني والإدارة للفريق نفسه عنده من الخبرات أنه يسوعب ده الباقي نحن نقول له جزء بسيط من جماهيرنا خلي بالك معظم الجماهير أنا بشوف تعليقاتها لا مستوعبة جدا عملية الإلهاء وبص العصفور حتى بيسموها كده عجيب من التعليق ده بص العصفورة مش عايزين نبص على العصفير عايزين نبص على الصيد السمين اللي إحنا رحله اللي هو البطولات التي يحسب الأهل على فقدها وليس على الفوز به ده كلام ملخص مهم جدا لحلقة هذه أبرز عنوينها الأهل وتسلق الأهرامات إنزارات توفيق أصل الحكاية كولر والإستاد وكلام وليد الأزمة منوعات من هنا وهناك والمرهنات عين عينك طيب في البداية خلينا نقول لحضراتكم بيان النادي الأهلي اللي صدر منذ قليل الأهلي يشكر بريزنتيشن لايف ويشكل لجنة لاستلام قناة النادي قال الأهلي في البيان استعرض مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي في اجتماعه زهر اليوم برئاسة الكابتن محمود الخطيب وبحضور العديد من أعضاء مجلس إدارة النادي الموقف الحالي لقناة الأهلي من كافة الجوانب الإدارية والفنية والمالية بما يعزز الدراسة التي يقوم بها بعض المتخصصين في الوقت الراهل لتطوير القناة وتقديم المحتوى الذي يتناسب مع قيمة الأهلي وتاريخه وجماهيره في كافة أنحاء العالم خلال الاجتماع وجه مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي الشكر إلى شركة بريزنتيشن لايف والقائمين عليها لما بزلوه من جهد طوال فترة حصولهم على حقوق إدارة القناة وحرصهم الشديد على تقديم الأفضل للنادي ومحبيه وفي ضوء ما سبق وتم بخصوص الأمور التعاقدية فقد قرر المجلس تشكيل لجنة لاستلام القناة وما تملكه من مقرات ومعدات وأدوات فنية تضم اللجنة الدكتور سعد شلب المدير التنفيذي للنادي ومحمد يوسف مدير شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي ومحمد فتحي مدير الشؤون القانونية ومحمود مدبولي المحاسب المالي لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي وسوف تقوم اللجنة مطلع الأسبوع القادم بالتنسيق الكامل مع اللجنة المشكلة من شركة بريزنتيشن لايف بهذا الخصوص لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه اللي هو يعني لسه لم يعلن ما تم الاتفاق عليه لكن مرحليا واضح أن الأهلي حيأخذ معداته حيأخذ يعني أنا أرى أننا قد نكون دخلين على مرحلة جديدة رائلة للنادي الأهلي ولكنه بإذن الله دائما الأفضل فيما هو قادم بإذن الله تعالى النهاردة كمان النادي الأهلي يمكن أعلن التعاقد مع المدرب الكندي عفواً المدير الفني للفريق الأول الدنماركي ستيفان ماتسن لتدريب الفريق الأول لرجال كرة اليد كابتن خلد العوضي مدير عام النشاط الرياضي في النادي قادمين شايفين صورته مع ماتسن المدير الفني اللي الحقيقة يملك سي في أو سيرة ذاتية هائلة جدا هو كان المدير الفني لفريق ألبورج الدنماركي خد معاه عدد من بطولات الدوري أربع بطولات دوري تقريبا على التوالي لكن كان وصيف بطل دور الأبطال في آخر رسختين في 22 و24 مجد بيرج هو كان مع مجد بيرج؟ ألبورج هو مجد بيرج غالبا مجد بيرج؟ لا ياريت يجبوني اسمه بالكامل لا مش عزفتي طيب هو حق معه دوري أبطال أو وصيف دوري الأبطال أبطال أوروبا مرتين أكد خلد العوضي أنه ستيفن صاحب سيرة ذاتية قوية حافلة بالإنجازات مع الأندية والمنتخبات التي تولى تدريبها خاصة أنه أحد الأسماء الكبيرة في عالم كرة اليد وقال أن التعاقد مع ستيفن يأتي في ضوء الجهود التي يقوم بها مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتر محمود الخطيب للتعاقد مع أفضل أسماء للمنافسة بقوة على حصد البطولات كمان فيه لا مش كمان أه نازل فيه أخبار لأنه تقف قدامها فضل الناس تعلقت بديفز ديفز لأن حصل تطور وطفرة في كرة اليد في النادي الآن مش بس على مستوى ما تحقق من نتاج ولكن في بناء الفريق ونظامه تخوفه لما فجأة الراجل جاله عرض ما قدرش يرفضه وطلب فسخ التعاقد ودفع الشرط الجزائي هناك مدارس في كرة اليد يا أستاذ إبراهيم الدول الإسكندينفية مؤكد هي المدرسة الكبرى اللي بيتخرج منها يعني معظم الأبطال العالم مع أسبانيا مع فرنسا ثم تأتي السويد أو معها السويد أيضا دول القوى الكبرى في كرة اليد فإنت لما تستبدل مدرسة أسبانية بمدرسة دنماركية أنت على نفس المستوى ودخل على تحدي ممكن نقول إن النادي الآن لما بيوصل لخطوة أو علامة بإذن الله يبيع تخطاهم ما بينزلش عنه كل التفاؤل ومش عايزين أن يستبق الأحداث وبإذن الله الخير في موقع ستيفان ماتسن عنده 47 سنة تولى تدريب فريق البورج الدنماركي في الفترة من 2018 لغاية 2014 حقق خلالهم أربعة دوري في بطولة الدنمارك واثنين كاس الدنمارك لكن كان الإنجاز اللافت جدا إنه خد وصافة دوري أبطال أوروبا مرتين و21 و2024 آخر نسخة للبطولة هو كان الوصيف بتاعها و47 سنة ما أنا بقول لك هي مدرسة عريقة جدا يعني هم دائما بينفسوا على الألقاب رقم واحد سواء على المستوى الأندية أو المنتخبات أما تحط منتخب العالم لازم تلاقي فيه عناصر مؤثرة جدا من الدنمارك يعني متفائل بإذن الله طيب كمان كابتن خلد العوضي أعلن عن التعاقد مع حبيبة زعتر لتدعيم صفوف الفريق الأول للكرة الطائرة في النادي وأكد العوضي أن اللعبة وقعت على عقود الانضمام للأهل المدة أربع سنوات تم الانتهام من كافة الإجراءات الخاصة بقيدها وقال أن حبيبة بتمثل إضافة كبيرة للفريق بعدما نالت ثقة الجهاز الفني وده طبعا في ضوء الجهود الكبيرة لتدعيم فرق النادي في مختلف الألعاب كمان أعلن التعاقد مع أمينة هشام لفريق بنات كرة اليد وظهرت أمينة بمستوى متميز خلال مشاركتها مع بنات الأهل على سبيل الاستعارة لمدة الموسمين مما دفع الكابتن محمد عادل للمطالبة بالتعاقد النهاء معها وأكد كابتن خلد العوضي أن أمينة بتتمتع هي لعبة نادي سبورتينج بتتمتع بمزايا كبيرة وقدرات فنية هائلة تدعم بها بنات كرة اليد في مجهود في كرة اليد يوزل نتمنى أن ينتقل هذا الأمر إلى قطاع الناشئين لأن الفترات المقبلة قد تشهدت تنافسا قويا من تحت وخصوصا دلوقتي كل الألعاب الفردية دائما ما بتعمل بطولات مرتبطة أصبحت مهمة جدا يعني والنهاردة الأهلي لو لم يكن عنده قطاع ناشئين قوي رجال وسيدات ما كانش عارف يستكمل بناء الفرق بالقوة دي طيب النهاردة الاتحاد الأفريقي أجرى الأرعى الخاصة بالأدوار الأولى لدور الأبطال والكونفدرالية الأهلي تم إعفاءه من المشاركة في الدور التمهيد الأول للترتيب المتقدم أو التصنيف الأعلى له على أندية القرى الزمالك في الكونفدرالية أيضا تم إعفاءه بينما الأهلي معاه بيراميز هيبدأ من الدور التمهيد الأول والمصري مع الزمالك في الكونفدرالية هيبدأ أيضا من الدور التمهيد الأول الأهلي حيلعب في الدور التمهيد الثاني مع الفايز من المريخ جوبا الجنوب السوداني يعني المريخ جوبا ده بطل الجنوب السودان هيلعب مباراة مع جورماهية الكيني الفايز منهم هيصعد لمواجهة الأهل المباريات الدور التمهيد الأول هتتلاعب 16 و 17 أغسطس بينما الأدوار اللي بعد كده هتبدأ في سبتمبر بالنسبة للبرامدز الأرعى أنه هيلعب جي كي يو بطل زينزبار ده في الدور التمهيدي في الكنفدرالية الزمالك بينتظر الفائز من البن الأسيوبي والبوليس الكيني في دور الـ 32 للكنفدرالية بينما المصر البورسعيدي بينتظر المتآهل من كتار الأغندي والفريق الممثل الثاني لليبيا في البطولة ده بالنسبة للأرعى طبعا بتحظى باهتمام كبير جدا وبمنافسات قوية النهاردة كان المنتخب الأولمبي بيحسم المشكلة بتاعت سفره وعلى طائرة خاصة سفرت بعثة المنتخب الأولمبي إلى باريس هتلعب أو هتعمل معسكر إعداد قبل بداية الأولمبياد هيلعبوا مطشين مطش مع العراق ومطش مع أوكرانيا قبل الدخول مباشرة في معترك الأولمبياد اللي هيبدأ المنتخب الأولمبي فيه مع الدوميني كان يوم 24 سبعة ثم 27 هيلعب مع أوزباكستان ويوم 30 المباراة الأصعب له في المجموعة هتكون مع أسبانيا كان فيه أزمة باشموندس في خصوص السفر تم الاستقرار ظهر اليوم على وضع ستيكرز دخول فرنسا على جوازات السفر للعبين والبعثة غادرت برئاسة اللوح حلمي مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد ومعاه الكابتن محمد بركات عضو المجلس المشرف على المنتخب ومحمود حرب المدير الإداري وأعضاء الجهاز الفني والطبي بالكامل بالإضافة إلى اللاعبين اللي حضراتكم متابعينهم كلهم يمكن القيمة بتاعت المنتخب حمزة علاء وعالي الجابري ومحمد سيحة في حراسة المرمى كريم الدبيس وحسام عبد مجيد وأحمد سيد عبد نبي ومحمد حمدي ومحمد طاري وأحمد عيد ومحمد مغربي وعمر فايد في خط الدفاع وفي نص الملعب الاتنين اللي فوق السن الأولمبي محمد النني وأحمد سيد زيزو بالإضافة إلى لعب المنتخب الأولمبي أحمد نبيل كوكا ومحمد شحاتة وزياد كمال وإبراهيم عادل ومحمود صابر وأحمد عاطف قطة ومصطفى سعد ميسي وفي خط الهجوم مستر ميكالي واخد بلال مظهر وأسامة فيصل الناس بتقول فيه ثلاث العيبة من نادي الآن لا هو فيه سبع العيبة بعضهم معار يعني المغربي وميسي ويعني أنت قلت الأسماء أنا يعني محمد مغربي وميسي وكان عندك أنت قبل كده وبيعته أحمد سيد عبد النبي لا هو أحمد سيد عبد النبي ومن ولادك برضه هو فايد أه أضغب إيه يعني اللي بالناس عمل أحياني يقولك فين قطاع الناشئين لا هو بيجيب وبيقدم وبيقدم للمنتخبات لكن تمثيل النادي الآلي بيلقى منافسة قوية جدا لأنه بيلعب في مستويات تملي ولادنا دول هما زخيرة بترجع علينا في الوقت المناسب بس بترجع ناضجة بقى وترجع تقدر تشيل مسؤوليات الكبرى النظام البطولة متقسمها لأربع مجموعات إحنا المجموعة الثالثة اللي معنا قلتلكوا أسبانيا وأسباكستان والدومينيكان الأول والتاني هيصعدوا لمواجهة أول والتاني بقى في دور التمانية المجموعة الرابعة اللي فيها اليابان والبراجوي ومالي ودولة الكيان دول الأربعة اللي موجودين في المجموعة الرابعة منتخب مصر لو صعد بإذن الله تعالى عنده فرصة للصعود تاني حتى لو وراء أسبانيا حيشوف مين الأول بين اليابان والبراجوي ومالي ودولة الكيان يا كريم يا عم بس مستوى خلي بالك هنا سنشوى أخدا بالها من حاجة المنتخب الأسباني الأول كله مصغر السين كله أولمبي شوفنا كله منتخب شباب مش أولمبي أمين الأمال ده هو اللي هو جمال الأمين جمال من أصول مغربية ده نموذة ده 16-17 سنة بس أنا شفته من سنة يرتبق عليه قانون عمالة الطفل يقولك بعد سنة 11 أنا شفته السنة اللي فاتت مع متخب أسبانيا الأول وجاب جون برضو حاجة مبهرة جدا طيب أسبانيا أسبانيا ده متقلق مع برشلون بس أسبانيا بالنظرية دي لأن الحياة دي نظرية جديدة هذا التحديث الشديد والاعتباد على العناصر الشاب قوي حتى لو كانت أنت بتكلم في 16-17 سنة قصة أستاذ إبراهيم كل شيء رهن ظروفه لو لم يكن عندهم هذا الجيل القوي مكانش حقدر ياخد التجربة دي لكن هو نظر لأنه عنده مواهب يعني فرضة نفسها قوي يعني مين يقعد الراجل لمن ده ولا بيدرو ولا مش بس هل ده مش مسج لكل الناس إن هي يمكنها الاعتماد على الشباب الصغير ما أنا بقولك لو عندك المستويات دي لن تعتمد عليها مين عنده مستويات زي دي ويجرؤ يتجاهلها ما فيش أنت بتكلم على ناس مصنفة أفضل لعبة في العالم والحقيقة يلعبوا فينال الخبرات هنا بقى إنه كمان الشخصية اللي تخليك ما نعودش نتكلم في الخبرات هي برضو محتاجة بعض الجرأة ومسألة ولذلك كرش يمكن أنا وإنت وناس كتير كنا مش مرتحلوا قوي لكن مؤكد أنه كان صاحب تجربة التحديث كان يجب أن تكتمل يمكن كنا شفنا حاجة لأن أنت النهاردة برضو لما أنت عملت تشوف هدافة دوري هتجدهم من ناس مش موجودين في المتخبات الأولى ولا يعني فأنا عايز أقول الكرة مصرية بشئم التنظيم يعني ناس عمالت تقول لك وده دوري ده لا ده المدش إن بكل الخلل والفوضى والتنظيم السيء وعدم واجهة المشكلات بحلول علمية مستمرة ومنتظمة ورغم كده عندك دوري قوي جدا وعامر بالمنافسة أدى لي أنا أنا من أنت كنت بتفرج على حد غير الأهل أنا بقالي سنتين ثلاثة لو ألبت ولقيت ماتش ما بحاولش الأهل مش طرفه بكمله والآخر بلاقي فيه كورة حلوة جدا وبتكتب أسماء حد ولا بتكتبش لا أسماء مين ولا مين ولا مين بمناسبة الأسماء والنبي ما تاخده الكلام اللي بتقال كل يوم أنا والله بحس أنا بشؤك هروح طالب أمير أمير حد يتكلمك في عاكي خلالي بنعرفها يقول لي ولا لهوا بتسمع كلام لناس من خطر اللحاح الإعلامي أقول برضو أسأل يمكن تعارف التشنيع بتاع الجوحة لا جوحة نايم الظهر فالعيل عام لله دوشة تحت بيلعبوا بزيتة زيتة عاجي ما تشيهم فرح فتح الشباك يا أولاد يا أولاد بيت فلان اللي هو في الشارع اللي وراهم في الآخر دمحين وعملين فتة ويعزون ما مجانين العيل جارت قال الله دا يمكن صحيح ورح نازل جاري وراه هو اللي عمل إشه من ساعات فالدكتر الإلحاح من دور على الفتة لا هو عاد استهتر عشان كده أنا مش مات أنا ضد ما قولت ما تردش مش عارف ما يستهلوش لأ الإعلام والإلحاح الإعلامي بقى مؤسر وخطر خطر لأنه قد يقلب حقائق دامغة ويحولها إلى فراغ ويحط حقائق غير موجودة على أرض الواقع وبيروح دحياتها أجيال جاية وتاريخ يكتب بعد كده الله أعلم الكتب إزاي إيه وعا تستهتر بأي كلمة وتول ما نردش عليها أستاذ برايب وأنت أستاذنا في هذا الكلام حبيبة وشونس عفوا وزارة الشباب والرياضة بتخاطب اتحاد الدراجات واللجنة الولمبية علشان الأزمة اللي أسيرت في الساعات الأخيرة شهد سعيد لعبت الدراجات موقوفة سنة من قبل اتحاد اللعبة لأن هي اعتدت خلال بطولة الجمهورية اللي كانت في السويس في أبريل الماضي على منافساتها أو زميلتها جنة عليوة جنة عليوة أصيبت بكسر في الضلوع وارتجاك في المخ وبالتالي الاتحاد أخذ عقوبة مشددة ضد اللعبة شهد سعيد وأوقفها سنة ولكن إز فجأة تقرر سفرها لتمثيل في تفصيل عندك؟ في الدورة الأولمبية هي تأهلت لهذه المشاركة من خلال التصفيات الأفريقية وبالتالي اتحاد اللعبة المبرر اللي بيدفع به ما احنا بلغنا الاسم قبل كده فنتعرض لعقوبة من الاتحاد الدولي لو شلنا الاسم لكن ده ما كانش مقنع لدى وزارة الشباب ولدى اللجنة الأولمبية الاتنين تحركوا على إثر هذا الرفض الإعلامي الشديد في منقشة هذه القضية وقالت وزارة الشباب أن هي أرسلت خطابا لللجنة الأولمبية المصرية للتوجيه بشأن إعادة دراسة موقف مشاركة اللعبة والإجراءات التي قام بها الاتحاد في هذا الشأن وموافاة الوزارة بتقرير تفصيلي وفقا لللوائح المحلية والدولية المرتبطة في هذا الشأن ومراعاة لكافة المواثيق والمعايير الرياضية الدولية وأخزم في عين الاعتبار القواعد الأخلاقية الحاكمة للمنظومة الرياضية هو سؤال بس يا صدر برب تعالوا ونبع عشان فيه شوية حاجات كده هذا أكلمك فيها هي توقفت ليه موقفة سنة محلية ما توقفت ما هو اللي وقفها وقفها لسبب إنه شعر إنها تصرفت بمعايير غير أخلاقية تجاه زميلة كادت أن تودي بحياتها من أجل منافسة اعتبروها منافسة غير شريفة صح ولا غلط كيف يمكن أن يكافأ شخص هذا هو الاتهام الموجه إليه إنه يروح يبقى يمثلك في دورة اللومبية وهي بالمناسبة غير مرشحة لأي ميدالية كان يطلع علولنا السبب إنها مرشحة دي كانت بتنافس على الميدالية البرونزية مع جنة في مطلط الجمهورية في مطلط الجمهورية ما إحنا شعارفين حتى الرانكينج بتاعها هي سابقة جنة ولا جنة سابقة عشان نقول هي ليه الحادثة دي حصلت مش عما عندنا كنا نتمنى اتحاد الدرجات يطلع يقول جاءنا متقدمة ودي جات وراها ده دي في المسابقة دي ما هو ما فيش تصنيف في الدرجات ما فيش تصنيف في المستويات كلهم لعيبة أيوة لا أنت بتاخد تصنيف لا ما فيش زمن مصنف ومش زمن يا أستاذ إبراهيم من مجموع البطولات بيرتب لك نقاط فبيتقال أن يعني في الدرجات مش معروف مين اللعب مصر الأول في الدرجات معروف معروف المنتخب اللي بيتشكل من الولاد والبنات ما كويس بيتشكل من ايه من مجموع بطولات بس بطولة أفريقيا مش البطولة المحلية ما سيدي ده ده موضوع تاني التأهيل في أفريقيا أنا مش بكلمك في التأهيل في أفريقيا أنا بكلمك أنت اتحاد مصر إيه أوقفتها وهي تشعر مش يجوز جنة ديكت حتروح تلعب أفريقيا لولا الإصابة أنت مش عارف في حاجة مش فاهمنا أنا مش عارف أتكلم فيها لكن بقول لك إحنا إحنا ما صفرناش أو ما ساندناش الهاب عبد الرحمن في الرمح إحنا ما ساندناش الهاب عبد الحميد في رفن أصخير الهاب عبد الحميد ده كان رايح مرشح على أي مدالية والثلاثة واخد بالك قبل كده يعني الدعم الدعم يروح لمين يعني أنت اللي عاش تقاتل عشان حد يشارك تروح لمين لحد بطل حقيق بطل حقيق يستحق يستحق أنك تناضل حتى لو غلط أنك تحسن صورته أنك تختصر عقوبته أنك تكسبه لكن اللي اتنين بيعنوا مش موجودين من 3-4 سنين كانوا أبطال عالم يعني يا هاب عبد الحميد في رفع الأسقال كان أحسن أرقام في العالم وقتها هاب عبد الواحد بتاع الرمح هاب عبر رحمن هاب عبر رحمن في رمي الرمح كان هو في الدوري الماسي جاء عامل تسعة وتمانين تسعة وتمانين ده ده رقم محترم جدا جدا في رمي الرمح يحطك من المؤهلين لمدالية قطعت فإنت وده كان بدايته كان صاعد كان ممكن يكسر التسعين أنا عايز أقول إيه ما تخلي معاركنا في الحاجة اللي تسوى إن أنا ما يجيش لعيب يسيبني ويمشي ما يجيش لعيب يرتكب في حق نفسه هنعتبر إنه ارتكب في حق نفسه خطأ قدى إيه لعقابه أنا مش جيت تحقيق عشان أعرفوها أبرياء ولا مش أبرياء لكن يستحقه النضال النهار ده شهد هتروح تكافأ وهي معقابة هنا لسوق لسوق تصرف مش هقول سوق سلوك أو أدى إلى إصابة قد تكون أقعدة داملتها لا يمكن يكون ده المكافأة إنها تروح للأولمبياء تروح للدورة الأولمبياء خاصة مش مصنفة لها مصنفة نبقى نقول إيه من فضلك يا جنة سامحي جنة قالت كلمة دي اللي خلتني بتكلم قالت لو أنها اعتذرت لي وقتها لا سامحتها تخيلت لو أنت خبت في واحد غصب عنك بتقوم تجري تقومه وتحتضنه واقوم نفسك مش زميلك وتعتذله فلما تقول ما اعتذرت ليش فدي مضيقاني من ناحية الرياضية يعني نتمنى أن اتحاد الدرجات يفصل لنا إذا كان حيصفرها حيصفرها ليه لا مش حيصفرها أو مش حيصفرها برضو مش حيصفرها ليه اللجنة الأولمبياء هتطلع بيان يوم الحد بنتيجة ما توصلت إليه المسألة طب أنت وصلت القرار أهو قبل اللجنة ما تطلع آه لأن هما لوصلوا القرار قبلنا قالوا مش هنطلعها لا هما اللي حققوا في الواقع وشافوا الفيديو بتاع السبق وتحرياتهم أنه الاتنين كان فيه مشادة بينهم قبل السبق فهي لما راح عليها رايحة يعني رايحة أصادتها آه يعني شفت الفيديو رايحة عليها ودفعتها وقعتها على أرض إيه ده في أثناء السبق يا سيد مريم ده شروع في فدي مسألة كسر في الضلوع وارتجاج في المخ والبنت معرفتش حتى تمتحن غابت عن امتحانات كلية التربية الرياضية لأنه قعدت فترة فقد الزكرة اتحاد الدرجات هو اللي حقق وهو اللي أخد العقاب لمدة سنة ضد اللاعبة فبالتالي أنت اللي حققت وانت اللي تأكدت أن الخطأ اللي حصل ده ما كانش ينفع السكوت عليه إيه ما كانش ينفع اختيارها للتمثيل للولمبي دي ألف باقي يعني إيه اللي حصل كويس إن اللجنة اللولمبية كانت في الأول متبطة عن التدخل لكن بعدما الوزارة حست وده هنا يحيى دور الإعلام الحقيقة لأن الإعلام اليومين اللي فاتوا يعني هب هب لصالح الروح الرياضية والمنافسة إن كنتوا اتنين من فرقة واحدة ده لو حصل بين اللاعبة المصرية مع لعبة منافسة من دولة أخرى أو من فريق آخر كانت الناس الرياضيين هيتدايقوا لأنه دي مش رياضة إحنا أقول ناس كننا هنتدايقوا آه فما بالك بلاعبة زميلة لها مصرية أنت فاكر في النهاء في دورة أولمبية واحدة اسمها حاجة بد بتجري آه خبطت في زميلتها المتقدمة وكملت وكسبت المديلية آي لأت مين الهجوم على مستوى العالم معرفتش تستمتع بالمديلية اللي خدتها واعتذرت وقدمت يعني كان حديث شهير جدا الموضوع ده مش ظهر لأنك تصطدم في حد هو مندفع أنت بتعرضه لخطورة قد تهدد حياته صحيح صحيح يعني أنا مش مستوعب اللي حصل إذا كان حدثة خلاص لكن لا مش حدثة لا يا جماعة ما ينفعش كده فحسنا تحركت الوزارة وطلبت من لجنة الأولمبية موافاتها واللجنة الأولمبية قالت هتبحث الموقف وطلع بيان يوم الحد إن شاء الله كل التوفيل للبعثة المصرية الأولمبية إن شاء الله بحصاد يليق بقيمة مصر الأولمبية المرات دي من أكثر مرات البعثة المصرية فيه تفاقل رغم غياب نجمين زي دول نرشحين جداً كانوا الميداليات كانوا ممكن يبقوا موجودين معه يفكروني بناجي أسعد وهو رقمه كان أحد أفضل أرقام على مستوى العالم ثلاث دورات يا أستاذ إبراهيم وراء بعض يعني في ميونيخ وهو في المضمار تم سحب البعثة بعد كان فيه حدث معين حصل والكابتن عبد العزيز شفعي سحب البعثة في مونتريال لما جنوب أفريقيا اشتركت وحصل مقاطعة من الدول الإفريقية وتسحب هو في الملعب وجينا قطعنا احنا دورة موسكو في ثلاث واحدة علشان الحرب ضد أفغانستاذ فالثلاث دورات أولمبية ناجي أسعد يبقى أرقامه ويروح ضحية السياسة ويروح ضحية السياسة ويعتزل دون أن يلعب دورة أولمبية إن شاء الله كل التوفيق اللي بعثتنا الأولمبية إن شاء الله هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هنشوف إزاي الأهلي ممكن يتسلق الأهرامات أهلا بحضراتكم من جديد ما تخافش على الأهلي لأن الأهلي بالتركيز شديد جدا قدر والحمد لله يكتاز كل المنحنيات والمطبط الصعبة بفكر هادئ جدا ومركز قوي من ميستر كولر وحماس وتركيز وكفاءة وإخلاص وعطاء من اللعيبة الأهلي بعد ما وصل لاثناشر مباراة متتالية فوز عنده مباراة مهمة جدا يتطلع فيها لتسلق قمة الأهرامات أو البيرامدز الأهلي مع بيرامدز مباراة أريد لها أن تكون قمة لأنه فريق بيرامدز هو المتصدر للمسابقة في غياب الأهلي ومؤجلاته وأيضا منافس مباشر للأهلي على البطولة ومن ثم باش مهندس المباراة مباراة تقمة بجد أنا بس عايز أقوله على ملاحظة ولكن نكون وقعيين عشان نقدر نفهم المنافس ونقدر نتعامل مع الموقف بيرامد بعد خسارة الصوبر المصري قبلها شيء وبعدها رأينا أمرا مختلفا والمدش والغريب أنك تجد هذا الأمر يحدث باستمرار عقب عملية تغيير وخروج لعيبة كانوا ويتصوروا أنه هم بخروجهم هيتهزل الحرم الفريق يعني فتكتشف أنه لا أنه ماشي إحنا لنا ملاحظات على مدشين ثلاثة في الموضوع ده لا ملاحظات صارخة ده أنت آخر مدشين وصار في النظر عن نتيجة مدش الاتحاد السكندري لكن له وهي صفر صفر له ضربة جزاء ولا أوضح لا فار جاب ولا راجع ولا حد تكلم ولا أودني عدي وجون اللي فارق لأنه ثلاثة اثنين مع سموحة جون التعادل الأولاني ده كان فاول أكيد الفار لم يشير إليه ولم يشير إليه أحد يعني شيء غامض وغريب جدا في مثال لما تبقى واضحة يا أستاذ إبراهيم تلاقيك مستعلم من وضوحها وعدم منقشتها على الأقل وانت لو نقشتها يعني لمسة اليد اللي لغت جون اللي قيلة إنها فيها لمسة يد بتاع بس بسام أبو علي وسام جون رائع من الجوان البديع اللي فيها فكر ولفة وبتاع وراكنة وتلاغة جون خسارة وتلاغي من جماله فيه اختلاف لمسيت لا ما لمسيتش لكن فيه مراجعة وفيه فار وفيه حاكم وخطخرة صحيح نختلف نتفخ عليه هو ده القرار إنما حصل مجهود طب ليه ما حصلش في مجهود في حاجات الصاريخة الواضحة ده تستغرب له ورغم هذا لأ يعني رمضان صبحي مش موجود كان كابتن عبدالله السعيد مش موجود أمور ورغم هذا الدنيا فيه تصاعد الماتشي الجاي احترام الخصم وتوقيره مهم ولكن في فرق منك تحترم منفسك وأن تخشاه زي ما الأستاذ العالمي ما ما طالع يقول لنا كلام برضو على طريق بص العصورة لإلعاقنا طيب نشوف في هذا التقرير الصوتي الأهل وبرامدز ومهمة تسلق الأهرامات طيب باش مهندس شاف التقرير وشاف الندية الكبيرة بين الفرقتين لا الظرف حتك في هذا الموقف هو لعب ماتشات كتير منك وستطاع أن يتجاوزها اهم يعني قد تأتيك الفرصة أنك تريح نفسك على حساب ماتشات ما عرفش إزاي ضعت مننا اهم لكن احنا مازلنا في المنافسة والمنافسة القوية والحظوظ القوية اهم لو استطعنا أن نغتانم الفرصة غدا حيبقى حاجة حلوة طيب دايما اللقاءات المؤثرة بالذات في الصراع الصدارة كان بيبقى في الغالب الأهل والزمالك يعني دي قاعدة الدور المصري بقت جديد وطبعا كان بتبقى المباراة مباراة جمهيرية بنسبة بين الفريتين هذه المرة المنافسة بين منافس جديد بكواليتي مختلف بدوافع مختلفة لا انت خلي بالك اولير او محدود جدا خلي بالك من السنة اللي فاتت استطاع بيرامد ان يتخطى الزمالك ويبتدي هو المنافس مع النادي الأهل السنة دي النتيجة تأجيلات كتيرة فهو انت اللي بتلحقه ولكن الزمالك برضو ابتعدة ده تمرينت النهاردة فانت دلوقتي بقى انه سنتين سنائة الأهل مابقش سنائة الأهل والزمالك مابقش سنائة الأهل والزمالك بس نائة الأهل والزمالك فلازم ده مؤشر له معنى ولذلك كده لانا بستغرب جدا طبعا كل واحد حر من رموز الزمالك اللي بتنادي انقل غير احنا اعمل لانت عايزه بس ما تديش الثقافة دي لجماهيرك انك تتخلى عن فرقية تروح ورا ايه فريد تاني لكن من حقك تشجع اللي انت عايزه طبعا وجماهيرك من حقك تشجع اللي ايه عايزه طبعا وغالبا غالبا في الأحوال ازاي دي طالما ان انت شايفني المنافس بتاعك انت مش هتتمنى لي يعني المكسب بس المجاهرة بيها الشيء وانك انت تبقى طبيعي الشيء تاني ايه المجاهرة بيها دي دخلنا فيه فيه انك بتنمي ثقافة مش كويسة لما يخش ما تضمنش عواقبها بين الجنين لا انت بتيجي لحظة بتخش بالمنهج ده اللحظة دي بتنتهي لكن المنهج بيستمر معك ايه فالله واعلم هيستخدم الزمال ما علينا خلينا بفرقتنا برضو عشان انا قلتلك مش هنتكلم غير عن نادي الاهل مهم كل الامنية طبعا للزمالك انه هو يتجاوز الفطرة دي المنافسة اه اه تعود الى طبيعتها اه ولكن ايضا المنافسة دي بتخلي نادي الاهل يا استاذ ابراهيم ما ينامش ما ينامش اه ما يسترخيش انت عروطر وده بيبقى مقلق ومزعج ولكن مفيد لان مفيدك فين بقى في الساحة الافريقية اه في كأس العالم انت بتروح انت خلاص انت مستنفر مش رايح من عملية فيها استرخاء اه مش عارف فين وب350 دولار شوف الرقم اه اه عصو مصاب بالصليبي والنادي اللي خده مش هيدفع كمان دول اللي لم يكشف عليه طب ما في القايمة بكرة اه يعني نقول لكم ايه انا اللي حقول اتق الله لان اللي بيتقي الله مش محتاج حد ايه يدعوه الان يتقي الله ايه هو من الاول ضميره هو اللي حتخليه صحيح صحيح يعني بس قالت انك انت تفرغت انك تصدر التوتر لفريق بدل ما تدعم فريقك دي مش كويس من الاخر كده طيب طاقم حكام أسباني لإدارة هذه المباراة بقيادة الحكم الأسباني رخص وبيساعده خفير البيرا البيرولا رخص وبيعاونه الفريدو رودريجز مورينو وخورخي بوينو وماتيو والحكم الرابع فيكتور جارسيا و ازيديرو دياز ديميرا على تقنية الفيديو وبيساعده ماتيو بوسكينس فريرا شوية عزمة البيرولا 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 الرخص طيب ده طاقم التحكيم الأسباني وده بناء على رغبة وتكلفة النادي الأهلي يعني النادي الأهلي هو اللي تحمل ده لما بعت الاتحاد الكرة انه عايز حكام أجانب لبعض المباريات اللي هو هيحددها كان كان ماتش الزمالك اللي فات اللي لازل لم يلعب والأهلي دفع الفلوس والطاقم الأجنابي جي مصر ببهعلا وراح زر الأهرامات وتفسح وسافر من جير ما يلعب المرة دي طاقم حكام أسباني لإدارة هذه المباراة الآلي صاحب الرقم القياسي للفوز المتتالي في مسابقة الدورة عنده 17 مباراة متتالية في وقت الكابت مستر مانويل جوزيه موسم 2004-2005 كم كم 17 17 انت الوقت عام 12 المرة التانية مع فيلر في موسم 19-20 وصل لـ 14 كولر حتى الآن 12 مباراة متتالية سنة دي في وسط الجدول المزدحم جدا بعدد المباريات الكتير اللي فريق الأهل لعبها لعب في الدورة حتى الآن 23 مباراة فاس في 18 اتعادل 3 مرات وخسر مبارتين الأهل برغم أنه هو الأقل عددا من المباريات في الدورة لعبها إلا أنه الأفضل هجوما سجل 54 هدفا واستقبل 20 جون استقبل دي اللي كتير بقى برامتز لعب 27 مباراة الأهل لعب 23 وبرامتز 27 يعني برامتز زيادة 4 مطشات لكنه في الفوز فاز 21 مرة وتعادل 5 مرات وخسر مباراة الأهل عنده 54 هدف برامتز عنده 49 هدف الأهل استقبل 20 برامتز استقبل 17 هنا بقى ده رقم أستاذ إبراهيم الحسامة الدفاعية البرامتز تبدو أفضل أفوز هذه معادلة سحرية للفوز بالبطولة طيب إيه اللي جاي اللي جاي صعب واللي جاي عايز روح لعبة الأهل بجد الدور ده دور مهم جدا جدا المتبقل الآلي ضمن مباراة بالإضافة المطش الغد الجمعة 11 مباراة لكن الخمسة اللي جايين بتوع يوليا هم الخمس مطشات المؤثرين جدا اللي فيهم وديه اللي فيهم وديه لأن فيهم اتنين بيرامتز اتنين بيرامتز لا وكلهم فرق اتنين بيرامتز والمصر والمصر وسيراميكا طب إيه وفيوتشار يعني القلب الظبط هيلعب بكرة 12 مع البيرامتز على طول يوم 16 هيلعب مع مودرن سبورت اللي هو مودرن فيوتشار يوم 22 هيلعب مع بيرامتز 26 هيلعب مع المصري 29 هيلعب مع سيراميكا وأيام ايه فعنده بالزبط من 12 ل 29 بنكلم فيه 17 يوم بص بقى فيهم خمس مودرن وانت بتقول هزا الكلام أنا بقى كولر بفكر ازاي أيوة يبان من القيمة النهار فضل مستر كولر اه انت تستغرب راجل واخد راجل المباراة هو بره المطش النهاردة بره القيمة عمر السلائي اه وكهربا دخل التمرين بس بره القيمة وفرستاو نجم الموسم في الدور الاول بره القيمة السلائي مطش اللي فات هدف اه اه واخد بالك انت ده بيدلك على حاجة ان الراجد وبيلعب النهاردة بيفكر هذا الثلاثي انا متأكد حيبقاله دور قوي في المطش النهاردة القادمة لانه محتاج انه جاهز بودلاء عالمستوى ده هم دول مش بودلاء مفيش بودلاء في النادي الاهلي اي في لعبة اه تصنيف اول بس اللي مش موجود النهاردة هو عشان دوره جاي بكرة فخلينا نطول بالنا كده ونسيب الراجل ونشوف هنوصل لإيه في ما هو قادم لانه واضح جدا انه هو بيلعب زي ما قلتلك كل المباريات مباريات كؤوس طيب قلتلكوا الخمسة بتوع يوليو دول الحاسمين اتنين بيرامدز وفيوتشر والسيراميكا والمصري دول الخمسة المؤسرين بعدها بقى يبدأ الآن لشهر اغسطس يبدأ الصف الحر قوي بقى لانه من واحد لسبعتاشر اغسطس لسبعتاشر يوم دول بتوع اغسطس الاهلي هيبدأ اغسطس بمواجهة البنك الاهلي ثم المقاولين اربعة اغسطس يوم تمانية مع اسموحة يوم حداشر مع زد يوم اربعتاشر مع انبي ويختم الدوري مع مودرن سبورت يوم السبت سبعتاشر تمانية انا الجوني التاني ده اللي طلعب الكرة من ورا لقدام مين رامي مين لا 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 مش رامي لا ياريت ياريت نشوفه تاني كده ده شوارب بقى معلم يجبه لنا تاني بسرعة السلاي ده مين ده مين امار كمال امار كمال انطلاقه رائع جدا بصراحة لانه هو التخطي اللي ضرب به خط الوسط هو اللي عمل الجون ده الجوني اللي تلغى بقى ده احلى جون في الدوري طيب في سبع مباريات دي انا قلتلكم الحداشر ماتش بتوع الاهلي السبع ماتشات بتوع بيرامدز هم اخف كتير يمكن باستثناء الماتشين اللي مع الاهلي الباقي عنده ماتش مع الزمالك يوم ستة وعشرين يوليو يعني الاهلي بيرامدز هلعب مع الاهلي الجمعة ويستنى اليوم لتنين عشان يلعب الاهلي تاني يعني يستنى عشر ماتشات بدون لعب بين الماتشين ما عندوش ماتشات هيلعب مع الاهلي اتناشر واثنين وعشرين بعدها على طول ستة وعشرين يعني هو هيبقى الماتش التاني فراحة والاهلي رايح له بقى اه الاهلي هيبقى لعب ماتشين وهو ملعبش خارج طب الناس اللي عمالة تقولي الاهلي والمجاملات هو ده منطق ده يبقى نادي بيجامل يعني انا اقعد اتناشر يوم اتضرب عن خط اللي حلاعب بيا النادي الاهلي وليح براحتي وعالج اصاباتي وتكتيكيا واعمل بروفات واعمل ماتشات ودية وروح عشر ماتشات عشر تيام عشر تيام وتقولولي الاهلي بيجامل والنبي يعني في العشر تيام دول يعني الاهلي حيبقى لعب انا ما بقولش ان ان بيجامل لكن الجدول كده مهضاء قيمة الظلم للنادي الاهلي صحيح طيب السبع ماتشات اللي باقي البيرامتز قلتلكو هيلغب مع الاهلي الجمعة وهيلغب مع الاهلي يوم الاتنين 22 سبعة وبعد كده يلغب مع الزمالك ستة وعشر سبعة يلغب مع فاركو يوم 30 ويلغب مع البيرامتز يوم اربعة ومع الداخلية يوم اربعة عشر بصوا بيلغب اربعة واربعة عشر لانو مع مين بعد الدخلية مع الزد اربعة والدخلية اربعتاشر ويختم مع طلاع الجيش يوم سبعتاشر. في في ماتش عنده في دوري ابطال افريقيا وفي ماتش كاس في النص. اه ده ده بيرامد. اه. عنده ماتشين في النص. اه. اه. لا مش ماتشين الاهلي. ده في في اغسطس في نهاية الدوري. لا في الايام اللي مرتاح فيه عشرة ايام. لا عندهش. ما عندهش حاجة خالق. اه. اه. طيب. قلتلكوا الاهلي اقوى هجوم باربعة وخمسين. والدخلية اضعف. يعني خلينا نعتبر. ان ماتشين الاهلي هما ماتشات الدوري. طبعا. بيرامدز الاكسر فاوزا في واحد وعشرين مباراة حتى الان. الدخلية الفريق الاقل انتصار في الدوري ار تلات ماتشات فقط. بلدية المحلة اكتر فريق اتعادل. اتعادل تمنتاشر مباراة. والدخلية اكتر فريق. تعرض للهزايم في سبعتاشر مباراة. بيرامدز اقوى خط دفاع استقبل سبعتاشر هدف فقط. بينما بلدية المحلة اضعف خط دفاع واستقبل خمسة وخمسين هدف. يا خبر رويا. لا لأقل فريق تعدلات في تلات مباريات فقط. فستميلي لعب بيرامدز هداف الدوري بطلتاشر هدف. يمكن دي ارقام مهمة جدا. بتؤكد انه المسابقة فيها صراع كبير برضو. المصراع الهدفين غريب. يعني مبنون مبتدى الموسم بشكل مرعب. حتى لحد ما كان بيلعب في الامم الافريقي مع المتخب بلاده. كان متقلق وهداف. مش موفق او من بعد ما رجع. يعني وكان هو هداف الدوري. اي. يعني هو وصل حداشر هدف اظنه. دلوقتي. بس بقاله مدة فيه اخفاق يعني. مش في المستوى. فيه فرص التهديف. انا راح اتمعه في الاخر. اه. اه. وهدف الهدفين المصريين هم هدفين في الاندية المتوسط الجدول. اه. وانتنازل. اه. يعني اه اظن حسام اه. حسام اسمه ايه? حسام فيصل? اوسامة. ها? اوسامة فيصل? مش اوسامة انا حسام. بينفس على رخب الهداف. ام. بتاع ده بتاع البلدية. خلي بالك. اه. والحج والقندوسي اه كانوا بدين بداية مرعبة. ام. وبرضو هديو. هديو زي ما شوارب هدي. انت بتشوارلو اه. هدي خالص. اه. طيب. ميستر كولر. تعامل مع الاثناشر مباراة اللي فاتت بتركيز وتدوير. يستمر في نفس السياسة الفترة الجاية. مش حل. ما عندوش حل. اه. يا جماعة ما عندوش طرف تثبيت الفريق. لانه لو ثبت الفريق. اه. في في في. في وهو بيلعب كل تلات اربعة ايام. عملية مش مأمونة العواقل. ام. انا انا شاف ان دي ميزة. اني بقى عندك لعبة كتير. فكله عندو فرص. اني قول انا صاحب بصمة. في هذا الدوري. ام. احنا بنشوف كتير اه. اه. التغييرات اللي بتحسم المطشقات. ام. وده شيء رائع. اكتر من مباراة. التغيير تبسط لاقي اللي اللي نزل هو اللي باخد رجل المباراة. اي. السلية وعمر كمال. التأثير. وتأشير بيبقى مكسف وسريع. ام. فتبتدي تفهم الراجل ده بيعمل ايه. ام. بينزلهم في الوقت. اللي تحس ان الفريق يقدر. يباغت المنافس بالتغيير ده. ام. فخلينا احنا خلاص. يعني مش عايزين نقول ان نحط سقاتنا. لا هو ده الطبيعي. انك بتحط تسقطك في الجهاز الفني. ام. والاداري بتاع الفريق. وندعمهم. اوعوا بقى حد يقول لك انا اهلاوي. وتليل يومين يجين دول بيهاجم. تحت اي ظرف. او يلاقح كلام. او كلام ده. تعرف انه ايه في النص كده. واحد داخل صفحة من صفحات الاهلاوية عامل اهلاوي. يخبطك خبطتين كده في النص. بتشوفها اه. فانا بحذر من دي. يعني بحذر من دي. خلي بالكم. الاهلاويه دلوقتي زي ما قلت لكم. الاهلي. هو جمهوره سنة دو. مش عايزة مناخشة. ومش عايزين نخش بفكرة. قص الجمهور عايز قص الجمهور. الجمهور عايز بطولات. سيب الاهلي بقى يفكر يجبها لك ازاي باذن الله. ان شاء الله. طيب. ازاي بيرامدز عنده لاعب زي احمد توفيق. ياخد تلات انظارات في تلات مباريات للدوري. ويلعب بعدها ما يتوقفش في الدوري. هل دي مخالفة وينفع يتسكت عليها القصة والحكاية بعد الفارس. كل حاجة بس. ممكن اقولك حاجة انت ليك. انت اه. انت صح. هو شمونادي البورج الدينماركي. مكبرج ده سويدي. ويلعب في كاس العالم الان ده. طب كده على طول يعني. مش لازم انا. انا مسئوليتي ان انا اصح خطأي. طيب ماشي. عموما هي سي في قوي للمدرب. اه اه. بس انا عبيت اقولها. عشان ما بقاش مسئولة عم علومة. انا خلطت بالاتنين. السويدي مكبرج. البورج ده الدينماركي. طيب كنا بنتكلم في اللي فات ده. عن بيرامدز. وازاي منافس قوي للنادي الالي. والالي بيرحب باي منافسة قوية محترمة شريفة في اطار. البطولة واطار كل العدالة المطلوبة للكل. فجأة ظهرت قضية على السطح. تبدو قضية عادلة جدا وقوية ومهمة. انزارات توفيق. اصل حكاية ايه. احمد توفيق يا جماعة. لاعب فريق بيرامدز. عنده تلات انزارات. او اخد تلات انزارات. القصة ازاي. كتير من الاهلوية. النشطاء على السوشيال ميديا. عملوا سيرش. يشكروا عليه جدا. في الدورة. وجابوا اللقطات اللي اخد فيها اللعب الانزار. وكان واضح جدا انه في كل مرة بياخد انزار. الانزار موجه ليه هو. بملايح. احتمل ان الحكم يغلط او ان المخرج التلفزيوني او المعلق يكون اختلط عليه الامر. كان في كل مرة يبدو الانزار فيها واضح لحمة توفيق. اول انزار للعب كان يوم 8 اكتوبر عشرين تلاتة وعشرين. في مباراة امبي كانت في الاسبوع التالت للدوري. لو اللقطة او الصورة واضحة يا ريت الناس تشوفه. اول انزار للعب. يوم 8 اكتوبر عشرين قدام سيراميكا. في الاسبوع السادس. واضح ان الصورة مش جاهزة. الاسبوع التالت انزار. الاسبوع السادس انزار. طيب. الحقيقة المفروض اللاعب ياخد انزار. جاء خدمة طلاع الجيش يوم خمسة ابريل عشرين اربعة وعشرين. يعني اقول التوريخ تاني كده. عشان. يوم 8 اكتوبر. يوم ثلاثة نوفمبر. يعني على طول بعدها باقل من شهر. قد انزارين. ثم قدام طلاع الجيش. يوم خمسة ابريل. دول ثلاثة انزارات في الدوري ورا بعض. ثم لعب مباراة الجونة بعد طلاع الجيش. ازاي؟ يعني للأسف يعني الاعداد ما جهزش الصور بتاعت الانزارات لحظة حصول اللاعب على انزار في كل واقع منهم. فخلينا نفتكرهم مع بعض. جونة كان يوم ايه بقى؟ جونة بعد كده بعد طلاع الجيش مش مشكلة اليوم. بكم يوم عشان. بقى اي يوم. بس المهم ايه؟ انك انت لعبت ماتش الجونة بعد طلاع الجيش اللي خدت فيه الانزار الثالث في الدوري. هنا كان المفروض فيه مخالفة على مشاركته في مباراة الجونة. لانه قبلها في مباراة الجيش خد الانزار الثالث له في الدوري. كلام سليم؟ سليم جدا. الانزار ما تطلعش الحد غير لحمة التوفيق. ما تسجلش الحد الا لحمة التوفيق. ازاي لعب ماتش الجونة؟ وبرمت زفازة على الجونة؟ وما تعقبش. وشارك احمد التوفيق معاه. لغاية هنا المجهود اللي بازلوا عدد من الاخوة النشاطاء على السوشيال ميديا في مواقع وفي قنوات يوتيوب جهد مشكور جدا. واستجلال حقيقة واضحة جدا. بس الحقيقة بالبحث والتحري ثبت انه فيه نقطة مفقودة في الوسط. محدش خد باله منها. ماتشات كاس الرابطة. ماتشات كاس الرابطة مرتبطة بالدوري. فاللي حصل انه احمد توفيق بعد ما خد الانذار التاني في الدوري قدام سيروميكا يوم 3 نوفمبر 13. خد انذار تالت في مباراة زد في كاس الرابطة يوم 23 يناير. عشان كده بسأل عالتاريخ. يوم 23 يناير. فبالتالي انذارات الرابطة. كاس الرابطة مرتبطة بالانذارات الدوري. ده قانوني حنشوفه قانوني ولا مش قانوني. فتوقف المباراة التالية في كاس الرابط. في الربط. فدخل عالدوري زيرو. زيرو. تم اقافه فعلا في مباراة المصري في كاس الرابطة يوم كام? اول فبراير عشرين اربعة وعشرين. يبقى خد الانذار التالت في مباراة زد يوم 23 يناير. فتوقف في مباراة المصري في كاس الرابطة برضو. يوم اول فبراير اربعة وعشرين. دخل على الجيش خمسة ابريل. خد الانذار فكان انذار اول بالنسباله. هنا يبدو حل اللغز ده. طيب هل ربط انذارات الدوري بكاس الرابطة? ده قانوني ولا افتكاسة? ده قانوني. المادة ستة وعشرين او خمسة وثلاثين عفوا. اخيرا زهرت المادة على الشاشة هي. تستقل حالات الانذارات والطرد التي توقع في مسابقتين الدوري العام وكاس الرابطة كمسابقة ممفصلة عن مسابقتين كاس مصر وكاس السوبر. الا في حالة العقوبات الانضباطية والتطبق هذه المادة اعتبارا من بداية موسم تلاتة عشرين اربعة وعشرين. يعني حالات الانذارات والطرد اللي بتوقع في الدوري وكاس الرابطة لان الاتنين بتنظمهم رابطة الاندية. المسابقتين دول خاصين بربطة الاندية. فبتحكمهم لايحة واحدة هي نفس هذه اللائحة. ودي منفصلين عن البطولتين اللي بينظمهم الاتحاد. كاس مصر وكاس السوبر. فبالتالي. انا كان سبب سؤالي وده. ان في الناس هتستغرب من نوفمبر لابريل انظار التالت. لان كاس الرابطة عشان كده كنت بقولك ليه. عشان كان تمهيدا لان انا الاحداث في زيني بس انت كنت مرتبة هنا. عشان ناس تفهم من الكاس الرابطة اللي جيه في النص. ها. آآ 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 طبقت في حالة الانذار التالت ووقعت العقوبة. فدخل على الدوري آآ من جديد بالانذار الاول بتاع طلع الجيش. فالموقف سليم. طيب. بص يا جماعة. الفكرة كلها لانه الناس. وده شيء كويس على فكرة. في اطار البحث والتنقيب بيبقى فيه رقابة. ويبقى لما تمسك واقعة زي كده. لما ما تاخدش بالك من الحتة بتاعة كاس الرابطة. يبقى الاتهام واضح وصريح. الاتهام بيوصل لمرحلة او لمستوى. هو الاهل ليه ساكت على الحق. ما انت عندك اهو. او شوفوا شغلوكو. او شوفوا شغلوكو. او ازاي ما احنا طلعناها هي والناس مش شايفة شغلها. وتلاقي الكلام احيانا في بعض التحاول. بعض التجاوزات. لكن ما علينا. اكيد الرغبة هي في انك انت بتدور للاهل على حق. انت خايف على انه الاخرين يهدروه. ممكن ده برضو في اطار عدم ثقة. وليها اسبابها. لكن زي ما بقول لكم. المسألة انا حوريكو دلوقتي نموذج للاختار. ده اهم من نقطة عايزك تشرحها صح? هل يمكن? والسؤال هنا عشان تف. الناس سيفة ما تحتشرح ايه? هل يمكن العبس? في الانزارات. في الانزارات. والورع يتغير. ممكن يشرح بقى. لا يمكن. بص يا جماعة ده اختار المباراة. دي على فكرة كانت مباراة الاهلي. ومين? والحاكم ابراهيم نور الدين. وهو يا جماعة. حاكم المباراة بعد المباراة ما بتخلص. بيكتب اختار المباراة. الاختار ده فيه الحقائق بتاعة الماتش. اللي انتم شايفينه. المباراة لعبت امتى? وتاريخها فين? والملعبها ايه? النتيجة كام تحت. الانزارات والطرد. اسباب الانزارات. سلوك غير رياضي مسلا. والاسماء بكل لاعب خد الانزار في وقت ايه? ده ليه? هو بيروح عامل ده يا جماعة. خمس نسخ من هذا الاختار. مثلا الاهلي وبرامدز بكرة. الحاكم هيعمل اختار بكل هذه الحقائق. يروح له الادارة بتاع النادي الاهلي. يستلم ويمضي على نسخة. يروح له ادارة بيرامدز. يستلم ويمضي على نسخة. نسخة بتروح لجنة الحكام. نسخة بتروح ادارة المسابقات ونسخة بيحتفظ بها الحكم. دول الخمس نسخ من الاختار. عشان كده لما بقول لحد العبث في الانزارات امر عمليا مستحيل. وإلا يجي يجي يزور الورق اللي عمد انا. يعني ما هو في النهاية في الطرف. او عند النادي المنافس. او يروح لجنة الحكام. او يروح لجنة المسابقات. فبالتالي هنا تعدد النسخ من الاختار يخلي العبث عمليا صعب جدا. اللي بيحصل ايه? احيانا وده بيحصل كتير على فكرة. الحكم هو اللي يغير الانزار. بدل ما يكتب النادي الانزار لعمر السلية. يكتبه الناديه لمجد افشا. احيانا مش هقدر ازلم حكم بيتلاعب. لكن ممكن يبقى في الزحمة اختلط عليه الامر. او فسر الخطأ بشكل غير اللي احنا شايفينه. هو كان فيه وقعة شهيرة جدا. اه. واحد خد انزار اول. فلم خد الانزار التاني سجله باسم واحد تاني. بعد ما ادهوله انه ده واحد تاني. بالزبط. ادهوله. فخد يتلعب الحكم في الملعب ممكن. لو ضميره سمح له هيعملها. بدل ما يكتب سين هيكتب صواب. قد يخطئ المخرج التلفزيوني. المعلق. احيانا بيتكتبه وبعد كده يرجع يعتذر وقولك لا. ده الانزار كان لفلان الفلاني. البعض يقول لي ما هي المواقع كتبت. ما هي المواقع هتاخد من الشاشة برضو. يعني مش هتاخد من الاختار. المواقع الالكترونية والمواقع الاعلامية وكل الصفحات. حتى جوجل. كل اللي بينزل بينزل بناء على الصورة اللي شافها. والمعلق قال مين. او الصورة ظهرت انه فيه قدام منه اتنين لعيبة هو بيطلع على الكرت. انت منتاش عارف هو كتب مين. فبتظل العبرة من النحية القانونية لو الاتحاد. حيعمل ده. العبرة بهذا المستند اللي هو الاختار اللي بيسلم لكل طرف من الطرفين بالاضافة للجنة الحكام ولجنة المسابقات والحاكم نفسه يبقى ايه بيسلم. ايه بيسلم لما يعلنش اه? اه بشكل اه اه رسمي من خلال المعلقين. الانزلات والطارد المين? مو هو بيعلن بس هو هيخد الحكام. اه اه بلاي حد يعني حد يبلغ 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 قوله للناس اللي انظار عشان ما يتقلش ان الحاكم غير وكتب حاجة تانية. هو يبقى مراسل للقناة النقلة يطلع على الاختار بعد المباراة. اه يعني لازم لازم عشان الناس تروع بتاع عارفة كل الحقائق. بس. ازاي ما اعرفش. ده اتمنى بس تكون المسألة وضحت لانه اليومين اللي فاتوا كان فيها جدل كبير او في حتة ازاي احمد توفيق. انا كان قصدي كريم حافظ. برضو كان كانت كلمه انه هو خد انظار. بدل حد يعني اه ما معرفش يعني اه. قريت حاجة زى كده الله اعلم. قدوا بالكو برضو اداريين الاندية بيبقوا مركزين او في الحتة دي. لان دي بالنسبة له ممكن تضيع اي فريق. هو هو اللي يحصل خطأ اوارد جدا. الاداري المصحصح. لازم يجي قبل كل مباراة يستعلم قبل المباراة. مين عندي? اه عن موقع حتى لو عارف. اه. يتأكد من معلومته. ده كان امره مهم جدا لكشف حقيقة اللي حصل. لانه زي ما قلتلكم بيتبني عليها انطبعات وعلى فكرة دي مسألة الى حد كبير ما بتبقاش اه سهلة. لانه اول حاجة بتبني انطبعات سلبية جدا. يا طال الامر فيها النادي الالي يقولك الادارة سكتة والحق واضح والناس جابت لكوا حقكم وانتوا سكتين. فيما فيه تقاعس او تكاسل من الادارة. والامر غير كده خالص. ثم يمتد الامر الى الاتهام في زمة الناس ان الناس بتغير وبتلعب وازاي سكتين على ده وازاي مجملينه فيخلق برضو مناخ سلبي. مهمة الاعلام الحقيقة كشفها بوضوح. خاصة انه مش علشان الامر مايفدش النادي الاهلي حنسكت عن الحقيقة. لا. ما هو الاهلي عايز حقه. الحقيقة. مش انك انت. نروج لشعات. يتبني عليها انطبعات سلبية. تسيء لناس في زمامها وضمائرها. لو هي مرتكبة هذا الخطأ تستاهل اللي جيلها. تستاهل. لا طبعا. لكن لو ما ارتكبتش ده. هل من العدل ان انت يعني تظلم حد ما ارتكبش شيء سوى انها ما لقاتش حد يوضح حقيقة الامر واللايحة. وان في الوسط فيه مطشاة تتلعبت في كاسة الربطة مرتبطة بيها ارتباط وثيق. اتمنى تكون المسألة واضحت. لكن اعتقد فوز الاهلي على طلاع الجيش كانت بروفة مهمة جدا. الاهلي دخل من خلالها اجواء الاستعداد لقمة الاهرامات. مباراة كان فيها لمسة وفاء طيبة جدا من لعب النادي الاي لراحل احمد رفعت. نشوفه. موسيقى هذا الدعاء من الألاف المدرجات الذي استجابت له الملايين في المنازل هو تكريم من الله سبحانه وتعالى الوقع مؤلمة والضحية شابة كان مفعم بالموهبة والأمل ربينا صبر أهله متكررش الفواجع دي عندنا طبعا الموت له أسبابه عند الله سبحانه وتعالى وتوقيت الموت مقدر مقدر لكن الناس عندما تبحث أمور بتبحث أمور المحيطة حتى لا تتكرر لأنه مش مفروض حد يعاني سيبك بقى من الموت كمان المعاناة مش عايزين حد يعاني عايزين كل واحد يبقى دينا واضحة قدامه هو لو حصل بقى اختار نوعاني نتيجة خرق للنظام ده موضوع تاني لكن كل الأمور تبقى يعني واضحة حواليه وهو حيمشي صح محدش حيروح للمشكلة برجلية أستاذ إبراهيم الناس عايزة تشوف انضباط عشان تعرف أولة من آخرة بس إنك تعرف اعمل ومتعملش والعملت هيحصل إيه ده مهم جدا ده ملخص الليلة وعلى فكرة ملخص الغايات والغرض من ممارسة الرياضة إنك ضبط النفس والتحكم فيها وإزاي تفرح وإزاي تزعل وإزاي تحاول ولا تحبط وإزاي تحاول ولا يصيبك الغرور وأنا أكرر في كل مرة التحفيل هو مأساة الرياضة الآن لا ده مش الرياضة ده على مستوى العالم كله كل الناس قولك التنمر سبب مشاكل العالم هنيجل ده بعد شوية لكنه مستر مارسل كولر بعد الفوز على طلاع الجيش كان له كلام مهم في المؤتمر الصحفي بدعنا شوت الأولاني مش كويس ما دخلناش في المواتفش في أول شوت قريبا رغم تضيع الأهداف بتاعتنا لكن احنا بنحشين أول شوت الأول المنافس أضاع فرص كمان خطيرة جدا من شوت الأولاني بنشكر أوفا على أداء وشوت الأولاني إن هو خرج لشوت الأولاني صفر صفر بين الشوتين كلمت مع العيبة عملت التغييرات على طول التغييرات سعادتنا كتير دخلنا شوت تاني أحسن كتير جدا متحكين في ربن وراء أشرص بنعب له قدام أكتر محاولاتنا أكتر بقينا فعالين أكتر جبنا جونين في النهاية سعيد جدا بتحقيق تلات ناط وبالمكسب ناط بالنسبة لكهرباء ومش استبعاد والفكرة أن الكهرباء الأسبوع اللي فات كله كان يتمرن لوحده تدريب فردي ما تمرنش مع الفريق تدريب جماعي غير مبارح بس وبالتالي تمرين جماعي واحد بس لا يكفي أن أنت تدخش قائمة المباراة تمرين واحد بالنسبة لي أنا ما يكفيش فعشان كده كهرباء مش موجود في قائمة النهاردة بالنسبة للشناوي أنا شناوي لما رجع من إصابته في شهر ستة أنا اتكلمت معاه وكنت صريح معاه أنه عندنا ضغط المطشاط كبير جدا وهو رجع من إصابة كبيرة هيبقى صعب جدا أنه هو يشارك طول الوقت كل المطشاط والكلام ده أنا أقول تقوله وخصوصا مع ضغط المطشاط اللي نحن نلعبه حاجة تانية كمان أنه أوفة خد فرصة وشارك وأثبت نفسه أنا مش عايز أنه أحط الحارس على الدكة تاني أرجعه أنه يفقد حسيت المباريات ما بقاش موجود أنا لقدر الله حصل حاجة لشناه ويبقى أوفة بعيد ومشواخد مطشاط يبدأ يرجع تاني هيبقى تأديره ريكور ومختلف لما يبقى موجود زي ما يقوله في التلاجة فترة طويلة فعايز أنه أوفة يبقى رجله في الملعب عشان خاطر يقدر أنه في أي لحظة يحصل أي حاجة يبقى أوفة جاهز وخصوصا هو أثبت أنه هو جدير بالفرصة دي لأن الحارس لما يبقى على فترة طويلة ويبقى تأديره للقروسات للشوت للبصات لتعاملوا مع اللعبة زميله بيبقى في صعوبة فقررت أن أدى أوفة من حين لآخر مطشاط عشان خاطر تبقى رجله في الملعب عشان يبقى موجود وشناوي اتمرن النهاردة في النادي وموجود معنا ما فيش أي مشكلة إذا لايستم أبروفت وإذا كنت تدفرود أصر طورشيست وإذا كنت تتحدث بالنسبة للشناوي أنا أتكلمت معاه زي ما قلت هو الخيوة في الماتش الجاي فشناوي هو الخيوة في الماتش المتالي بالنسبة لبعولي وسام أحنا سهلا جدا بالمستوى اللي بيقدمه هو أول ما جاء كان طبعا جاء من أجواء مختلفة فالتصاب في الأول كان تصاب كتير تعطل كتير في الأول فإحنا سعداء أنه بدأ أنه يعرف رتن وقتعنا بدأ أنه يخش مع الفريق بدأ أنه يجيب بن 떠ان سهلا جدا بالأهداف اللي بيقىها مع الأداء اللي بيقدir لكنه لسه عنده كتير وإحنا مستنين منه أكتر كمان مساعدة بجد طبعا مباراة هامة جدا أول حاجة حمل أننا حدي لعيبة بكرة راحة عشان خاطر تفسر خالص وبعد نبدأ أن نستعد يومين بشكل جد جدا للمباراة نحتفرج على موضوعات طبعا كتير لبيراميدس عشان خاطر أننا أشوف أفضل طريقة أن نحن نلعيبهم بيها هنتمرن يومين بشكل مكسف هنبدأ أن نعمل تدريبات تكتيكية كمان بالتأكيد إحنا متأخرين عن بيراميدس عدد الماتشاط لسه لكن هم المنافس المباشر لنا هيبقى ماتش كبير جدا لو إحنا عايزين نفوذ بالدوري لازم نبقى وده هدفنا أكيد يبقى لازم نبقى عندنا هدف واحد أن نحن نكسب موضوعات يبقى أي شكل إن شاء الله هتوقف عند جزئية من اللي قالها توقف براحة ميستر كولر أولا هو بقى جد أو كان بيبتسم وبيضحك وبيبقى مبسوط جد أو دلوقتي في المؤتمرات وخصوصا أنه بيتسقت تقريبا نفس الأسئلة كله ماتش لكن خلاص ألك حاجاوة حتى لو جاوبت نفس الإجابات بس الإجابة اللي ما جاوبهاش نفس الإجابات حديثه عن حراس المرمى لمس على نقطة في ملمح شخصية مصطفى شبير مهمة جدا قالك إن اللعيب يبقى باله مدة ما يلعبش ولما تستدعيه تجد بهذه الجاهزية البدنية والنفسية والثقة ويعطيك هذا الأداء ده ده لعب مهم وكبير وتكلم عليه باحترام شديد وتقدير شديد ودون أن يغفل حق أيضا لعب كبير جدا زي كابتن شناوي وتفهم من حديثه كده إن أنا كل واحد فيه له ماتشاط حياخده مش ضروري بالتناوب لكن كمان مش ضروري إن الجن حيقعد لحد مزمينه ما يبقاش جاهز أو مصاب جميل جدا هذه الحيرة الحيرة بين الكفاءات ولكن الأجمل منها إنك تستخدمها بالطريقة في تنوع تحديات وإن كل يبقى جاهز عشان يدي لك أفضل مالة دي هو ده نجاح الحقيقي أن يصل المدرب مع لعبته إنه خرج منهم أفضل مالة ديهم فاللعيبة وهي بتتنافس بتتعاون إيه الرواعة دي هو دي المعادلة اللي أنت عايزها بره وجوه الملعب اللعيبة بتحب بعض اللعيبة بتتعاون اللعيبة بتفضل محدش هفضل حد على نفسه وهتمنى يلعب لكن هتمنى الخير لزميله وبتشوف مثلا اللعيب لما يكون عليه ضغط جماهير شوية وربنا وفقه كل اللعيبة بتروح تهنيه بمنظر مبالغ فيه عايزا يوقف على رجله ده شعور صحي جدا أنا أحيي جاهز الفني أنه عارف يوصل لدي فوص هادي الكوكبة من النجوم اللي ممكن تخلق بعض الحساسية طبعا في مرحلة خفت منها كان اللعيب يخرج من الده يعمل يشوح لكن سرعا ما انتهت خدت ماتش أولا تنين ولقينا الطبيعة تانية رجعت لأنه فهمه إن الاستبدال مش نتيجة إنك وحش إنما الغرض فني وغرض نزميلك يجه والغرض إنه يريحك للي جاي عندما ناصر كلنا نبقى فاهمين إن المدرب يستخدمنا بالطريقة السليمة لنا وليه وللنادي والقناعات تبقى واحدة هنبقى في هذه اللحمة نرجو أن تستمر يا رب يا رب يا رب عديها بكرة كما نتمنى إن شاء الله بفوز للنادي الأهلي بإذن الله يخلينا نشعر إن الأهلي الأهلي حظوظه كبيرة بإذن الله إن شاء الله كل التوفيق هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل أهلا بحضراتكم من جديد شفنا ميستر مارسو الكولر والحالة اللي كان بيبدأ بيها التركيز في أجواء المارسو اللي جاي لكنه أدار مباراة طلاع الجيش بهدوه حنكة وحزبة للبيرامد وزي ما المهندس عادلي قال الناس اللي ممكن يطلعهم من قيمة المباراة بتاعة الجمعة حطت في اعتباره دول محتاجهم لمطش الاثنين فواضح النواب بيفكر لبعد بكرة قبل ما بيفكر في بكرة بس بعد المباراة نشوف رأي الدكتور طه اسماعيل اللي اختلف عند مارسو الكولر في إدارته لهذه المباراة عندي قبل أداء مغير تماما للنادي الأهلي في الشروط الثاني أسباب هذا التغير اللي جادي أول أسباب لي أول مرة يعني مارسو الكولر يغير في هذا التوقيت ثلاث تغيرات في بداية الشروط الثاني طبعا يعني غيره مجرد لعبه تماما شفنا الهدف الأول من التزديدة اللي عملها إمام عشور ارتدت للسولية سجل منها السولية طبعا مشهور بتزديداته على المرضى ودي طبعا العملية مهمة جدا لأن مهما تعمل من نقل واستحواز وتزديده كلها من جهة والجهة إنما لازم يكون عندك هذا السلاح فهو في هذه الميزة ولذلك لما بينزل ما تفرقه هي برضو تفتوها السولية بيعني بيدرب مثلا مهم جدا للعيبة كتير إنه برغم إنه هو قائد الفريق لعيب كبير لعيب لي قمته ووزنه وإسمه قاعد احتياطي بس مركزه دايما لما بينزل بيصنع الفارق هي ما هي دي ميزة اللعيبة اللعيبة الكبيرة ونزل عمر كمال عمر كمال كان متسبب في الهدف التاني لوسام أبو علي وعمل التمريرة لوسام أبو علي اللي حافظ على الكولة وحافظ عليها وسجل الهدف التاني وعمر كمال هجومي بشكل كويس وكان نادي الأهلي محتاج الهجوم مش محتاج إنه هو يدافع صحيح حسين الشاحات أساساً حسين بيعمل ديناميكية للأداء سواء بيشتغل في الجنب الشمال ويكسر للداخل ويعمل تمريرات ويعمل سوير ويقدر يسادد على المرمة أو في نص الملعب ويقدر ينقل فمن لعيبة المارنة اللي بتدي ديناميكية في نص الملعب وجماعية لعبة بشكل كويس فتغيير موفق جداً التلاتة اللي تغيروا لذلك الجلين جههم في مسافة العشر دقايق يعني دي خمسين ودي أربعة وخمسين بالزبط أربعة دقايق أربعة دقايق ألبة المباراة صحيح تركيز مستر الكابتن طاها شايف إنه تغييرات جديدة آه تلات تغييرات من الشطير في توقيتها هده اللي بقولولك بقى انت حيانا متبدأ ويقولك فين فلان وفلان وفلان ما هده تغييراتها هتخش تقليب لك الماتش فهو عملها بين الشطين لأنه ما كانش عنده طرف يخسر خمسة واربعين دقيقة قالك يا جوز ما الحقش وتحس إنه هو كان خطته كده إن أنا ألعب بشكل معين الشط الأولاني والشط التاني أنادي القوة اللي تخلص وكانوا عنده حسن الظن كله واستطاعوا فعلاً يغيروا شكل أداء الأهلي وفعليته انت أحرصت هدف سيبك إنه تلغى بس من أجول الأهداف يعني برضو لعبوا ومهارة فما نتصرعش أنا بقولي بقى لصحابك اللي يعود اكتبوا لنا أثناء المباراة أنا بكلموا في التليفون مش حاول أسميهم بقولوا بتروشوني تعودوا تشتكوا أيه إيه دا فيه إيه دا أضطر خش أشوف وأنا مش عايز أشوف أثناء المتش أبص ألاقي الواقع بقول حاجة تانية طب ما تسيب التليفون من إيدك من الساعة بنسى من المتش بتلعب والله فأبا ما عايز أتضيع ما أنا لا فتح تليفزيون طب حفتح التليفون أتسالة ألاقيني اتصدرت بالتعليق بس مباشرة هبتدى خاف بس مباشرة هشوف أساس التعليق إيه فبيعزموني طيب ماتشات الأهل اللي باقي فيها صعب وفيها سهل هل تعامل الفريق مع الماتشات فعلا فيه ماتشات مضمونة وماتشات مش مضمونة ماتشات سهلة وماتشات صعبة نشوف الكابتن مجد طربة ميزانه فيها إيه النادي الأهلي آخر ماتشين كان مختلف شوية الأداء بتاعه والريتم بتاعه وطلع استفاد من الرحل اللي خدها بتاع ماتش الزمالك اللي ما لعبوش فده داله أريحية لمدة أسبوع اللي انعكس على أداءه في سجيل الأهداف والسكور السكور كان عالي جدا في الماتشين زائد إنه الكولر وظف الكلام ده بقى استفاد منه إيجابي أكتر بإنه ماتش زي ماتش الدخلية لعب بالسجنتين تقريبا فده مدي أريحية أكتر لأنه هو حطت في دماغه وحطت في ذهنه ماتش 12 وماتش 22 مع بيرامد فلازم يوصل اللعيبة في حالة ذهنية وفنية وبدانية مناسبة جدا للقوة الفيديو هو أهم ماتشين بقى خلاص كاتف لا فيه ماتش بعدهم مهمة تاني ماتش المصري ماتش صعب مش سهل من 12 ل 26 دول الميزان بتاع الدوري للنادي الأهل طب هنا هقف الحطة دي كاتف شايف إنك تلاعي تلات ماتشات ضعف ثم تلات ماتشات جمدين أنا أفضل بالنسبة للأهل يعني ما هو البطل يا محمد ما بيفرقش معاه فاروق يلعب الصغير الأول الكبير الأول مش فارق معاه البطل بيروح يلعب يا محمود مع أي حد في أي وقته في أي حد والنادي الأهل كده النادي الأهل ما بيفرقش معاه يلعب مين فين امتى ازاي مش فارق معاه العقل اللي اشتغل به كولر الماتشات اللي فاتت الأخرينية دي يا فاروق مهم جدا إنه بيلعب على قد على قد اللي هو عايزه من الجيم يعني بالضبط يعني إنه لما تيجي تتصرج بيضغط أول نص ساعة يخلص الماتش فيهم وبعد كده بيقعد بقيت التسعين دقيقة بيلعب صوفت جيم النهاردة الوقت تتأخر الشوت الأولاني في أول خمس دقائق الشوت التاني بيعجاب الجول بعد ديها على طول رح مخلص على الماتش بالجول التاني ورجع عمل نفس الاستراتيجية أصار نقطة مهمة جدا الكابتن مجد نقطتين الحقيقة نقطة الأولى كيف استفاد لأول مرة ما خد أسبوع بين ماتشين أو ثمانة أيام أثروا على أداء الماتشين اللي بعديهم إزاي يعني عدم لعب مباراة الزمالك إدت فرصة إنه يريح ويعمل ويكلم في الكرة أكتر يركز في التاكتك أكتر يحفظ أكتر ويقدر يلعب ماتشين كويسين ولذلك فكرة الماتش القوي ماتش الضعيف أستاذ إبراهيم ده حاجة غريبة جدا ده أنت لو وصلت القناعة أنت كبطل بقى أن فيه ماتش قوي ماتش ضعيف لا يمكن تبقى بطل ليه أنت خسرت كم نقطة ماتشين وثلاثة عدلات مش كده ستة وستة اتناشر بونت خسرنا اتناشر بونت خسرتون من أصحاب التصنيف من التاسع ونتنازل التلت الأخير صح أنا مش متذكر لكن أنا كتلابت نظري العتة دي اللي عملين ويقولك الضعيف والقوي لأنك أنت من الأساس أنت بتروح مندافع هجوميا يا راجل ده دخل فيك أربع أهداف ماتش في أول فوز للبنك أربع أهداف حد يصدق الكلام ده وطبعا التحكيم تجيب ثلاث أهداف وما تحسب لكش ضرب بالجزاء فتدي فرصة للعودة والمفاجأة القاسية جدا أنت بتلعب وفضل ديتين رمي ربيعة بيشوت كرة جب العرضة صاروخ ترتد تبصت لها جون عندك أه لا كانوا في رمضان الماتشات دي أنا فاكر فيش حاجة اسمها الماتش الضعيف والماتش حتى على المستوى المتخبات دلوقتي يا سيد زبرائيب الكلام ضعيب يقول طلماتش القوي يخليك نازل مركز مصح صح كل اللعيب عايزة تدي أحسن ما لديها نتمنى مباراة قوية غدا بعد ما نستمتع بيها أو قبل ما نستمتع بيها نفوز بيه إن شاء الله طيب هما دول النقطتين أنا قلت نقطتين أولا إيه؟ أنت قلت نقطة عدم الاستهانة بأي منافس أه لا لا أنا قلت أنه هو الراحة النقطة الأولانية لو هيئ له فرصة الراحة لا بيتسفيد منها كويس جد النقطة الثانية المتشاط الصعب والسهل طيب أقول لك حاجة هو دلوقتي الناس اللي عملت أقول لك الأهلي لعب السهل الأول ما خسر نقطة في السهل وهيلعب الصعب كله من 12 إلى 26 يبقى نهين أحسن كان لعب الصعب الأول واتم بيه ودلوقتي ما فيش حاجة اسمها سهل وصعب أساس براين فيها تركز وتدي كل طاقتك وإنت مستوك بتقيسه أنت بالنسبة إلى أنت إيه دلجوك طيب مجد الطلبة أشاد بميستر كولر وإزاي قدر يتعامل مع هذه المباريات بقى رحية شديدة وبتركيز كمان الزميل هاني حتحوت له رأي في كولر نشوف تيل كولر من وجهة نظري هو أفضل مدير فني عمل روتيشن في الأهلي في خلال العشرين سنة اللي فاته يعني يمكن هي بتبقى قاسية على اللاعبين هو صمم عليها يمكن هي بتبقى متعبة شوية لإن الإعلام والمحللين يفهموها لكن هو صمم عليها يمكن هي في الأول بتبقى حتى مش مقبولة قوي داخل الفريق لكن هو صمم عليها والحقيقة إن تصميم الراجل عليها تحسن كمان في خلال الرحلة تبقى يعمل الروتيشن بشكل يوصلك للنهاية اللي ختم بيها الأهلي المباراة النهاردة إيه اللي أقصدوه؟ مش فريق كسبان اتنين وتمام يلا بقى نخلص المباراة عشان نركز في اللي بعدها لا الفريق لحد آخر المباراة ضغط كويس وقت الاستحواز الكورات بيتم تنقلها بتمريرات قصيرة واللعيبة بتتحرك لبعض بتفتح مساحات تمرير إيجابية جدا مخليها الفريق فايق رغم ضغط الماتشات اللي كولر نفسه اشتكى منه أول ما رجع من بطولة أفريقيا حقيقة إن كولر عامل الروتيشن بشكل مثالي ويكفي إنه في آخر تلات ماتشات أشرك كولر واحدا وعشرين لاعبا والأهلي فيهم كسبان أربعتين واثنين وكلهم بتوقيتات مختلفة وبدقائق لعب مختلفة اللعيبة بدأت ترضى بالوضع لأنه خلاص ما قدمناش سبيل الاعتراض لأن اللي بيعترض بيطلع وأن مصلحة الفريق واضح أن الراجل عارفها فبدأ يتم تقبل الأمر بشكل كويس الروتيشن جايب نتيجة مع الأهلي ويصل به إلى مواجهة بيرامدز محققا كل الانتصارات هاني حتحوط تعرض لنقطة مهمة جدا أن لم يحدث في خلال عشرين سنة الماضية أن حد ركز على فكرة التدوير ونجح فيها كما فعل كولر ودلل عليها بإحصائية وقال لك أنه أشرك في آخر ثلاث مباراة واحد وعشرين لاعب ناس كتيرة جدا كترها هذه سلبية ولكن في إطار التحديات وضغط المباراة وأنه كمان اللعيبة بدأت تفهم ده وده اللي إحنا قلناه وتتقبله وتتعامل معه بيتعاون مع مصر كولر كانت النتيجة مبهرة أن الأداء بيتصاعد في المتشاط الثلاثة الأخرانية مش عايزين يعني أنه نقعد نقول الكلام ده كتير لأنه عايزين نعتبره ثقافة متجزرة ووصلت واستقرت ونتمنى أن نراها مستمرة لكن أن يراها النقاد اللي هم يعني مش مطلوب بينهم يطلعوا زي بقولوا يطبلوا لا هو لفت نظره ظاهرة إحنا شفينا برضو وانت تعرضت لها ونتمنى أن اللعيبة تزل على هذه الحالة من الرضا والتفاهم والقناعة مع المدرب بتاعه طيب عشان اللعيبة توصل لهذه القناعة وهذا الرضا يعني أنت أشرت أننا كنا بنشوف قبل كده حالات متعاض وبتواجه باللايحة لأنه هو ده نوع من الاعتراض يعني حتى اللعيبة أولا أنتوا لعيبة محترفين ما شاء الله والناس اللي بتتكلم أصروا الأهل ما عندوش أفضل كوالة لأهل عندو حصل لعيبة شفت حد من اللعيبة الرحالة اللي كل شوية يروح في حتة قالك لعيبة الأهل زي يوم زي لعيبة الداخلية وزي لعيبة الطلاع أو زي لعيبة سيراميكا زيهم زي غيرهم لو لعبت ضدهم على أنه هم مش مختلفين هتكسبهم وعشان كده أنا كنت بعلم على الأهل ما عرفش كان بعلم على الأهل فين لكن أيوة بعلم بكوع ويعور لعيبة وجيبه لكن هم زي غيرهم بدليل أن كل منتخب من المدرب المنتخبات على الأقل الخمس ست مدربين الأخرى للمنتخب لعيبة الأهل في المنتخب ما بتقلش عن عشر لعيبة ما بين الأجانب اللي بيروحوا منتخباتهم هم لعيبة دوليين وما بين اللعيبة المحليين في مصر اللي ما بيقولوش عن سبع تمن لعيبة باستمرار من الأهل ده كان مع كوبر ده كان مع كيروش ده كان مع فيتوريا حاليا مع حسام حسن فمين قال إن لعيبة الأهل مش أحسن كواليتي أو مش أحسن خامة بالتأكيد هما أحسن لعيبة في مصر بدليل إن الأربع خمس مدربين للمنتخبات بياخدوا أفضل العناصر من النادي الأهلي ففكرة إن الأهل بيكسب علشان ده نظامه ما هو نظامه هو اللي خلاه يجيب لعيبة على كفاة يعني هذا النظام السليم بتاع النادي الأهلي لو جاب لعيبة وحشة ما هو يتحاسب أنا بس عايز أقول حاجة والله أنا سعد بحطار كده الأهلي مش أكبر جمهور في مصر مش أكبر شعبية مش أقوى سكوال مش أحسن مناخ مش أحسن نظام مش أحسن واخد بالك وبعدين يجي ولك الأهلي بالتحكيم تجيب الحالات تجد إن التحكيم أرص على الأهلي بالمسابعات الأهلي أكتر حد تعرض بالمجاملة في المؤجلات تجد إن ده ضد الأهلي وطلبها نادي الزمالك من إدارة الكرة إضغطوا الأهلي عشان أرتاح واسبقوا مع إي حصلنيش ونجحت الخطة تحسبها بالشعبية يبدو هم اللي يقولك الشعبية ده الكلام فيها الكلام يضحك تحسبها بكل المعايير تجد هم اللي بيثبتوها بتعليقات عشان يثبتوا نقطة تانية يعني يجي عشان يثبت لك نقطة تانية فأكيد لك وبعدين في الآخر خالص ساعة الجاد يقولك أصل الأهلي عنده نظام أصل الأهلي يقبل وما يقبلش أصل ثقافة الأهلي أصل تتغير مجالس الإدارات وتشعر أنها مستمرة على نفس الخط بيقولوا هذا الكلام هم هم أنا بس كل اللي يعنيني دلوقتي مش عايز بعض الجماهير تنصق في لحظة غضب ورا حاجة من دي خليكم ورا في رقيتكم حبوا الأهلي كما وجدتموه لأن خلي بالكم كل اللي بيتخدوه عايزين يغيروه ليه بقول كما وجدتموه لأنه لو هو كما وجدتموه مريح المنافسين لا دا هم عايزين يغيروه من أول قيمه وتقاليده ونظامه وصوابته واستقراره قالنا الاستقرار دي منحة يعني أنت تعمل الغلطة مش عايز تحسب عليه وأنا قلت لك قبل كده أنت تتقر بدعم أنت متأكد أنه مش حيحصل مهما ارتكبت من المخالفات بتلاقي اللي ساعة الجد يساعدك في الحل ما دا استقرار استقرار الثاني أنك أنت أنت اللي تساعد نفسك في الحل وده اللي بيحاول اللي أهلي يعمله أو بيلتزم به الأهلي يعني يفضل ينوعلك في مصادر الداخل يفضل يفكر في بكرة قبل ما تحدث يعني يستبق الأزمات بحلول مستقبلية فالتبص تلاقيه تحميه من الأزمات الحمد لله يستمر الأهلي على هذا الناج يستمر الأهلي أنه مركز في أهدافه ومحدش يشغله عن هذه الأهداف وبإذن الله بوعي لعبتنا بوعي الأجهزة الفنية وبالدعم بتاع جماهيرنا لا نستمر على هذه المكانة ونعليها كمان ده مهم جدا والأهم الفترة الجاية جماعة الفترة الجاية لأنها فترة حساسة جدا في عمر الدوري فيها هذا العدد الكبير من المتشاط المضغوطة في وقته قصير جدا أي لعيب فكرة الامتعاض أو الاستياء أو مش متقبل القرار احترافيا ده كلام ما يصح هجل أهلي فوق الجميع ده طالع من لعب في قيمة لعب النادي الآلي ده مش مقبول وأديكوا شايفين التربصات عاملت زي أتمنى أنه فعلا الظاهرة اللي كانت موجودة قبل كده اختفت اختفت عن قناعة بأنه المدرب في رنف كافي وعادل جدا بما يكفي أنه الراجل لا بيحب حد ولا بيكره حد هو في النهاية قال كلمة مهمة أو الأسبوع اللي فات قال أنا راجل بختار بنان على التمرين الجمهور والرأي العام ما بيشوفش التمرين أنا ببقى شايف اللعيب اللي مكسل شوية أنا مش هبقى أمين لما أدي لعيب بيتمرم بتكاسل أو مش مركز في تمرينته وظلم لعيب مجتهد جدا وبينفذ اللي مطلوب منه فاحنا في النهاية من المؤكد أن الكل الأهلوية يهمهم فرقة الأهلي ويهمهم أن الفريق يكسب ويهمهم أن الجمهور يفرح فبالتالي خل المدرب بيختار بناء على قناعاته ورؤيته ومشاهداته اليومية للتمرين وفي النهاية على كل اللعيبة أنها تلتزم تنضبط تراعي حساسية التوقيت ده والأهم جدا تراعي صحتها والياقيتها باشواندس اللي بره الملعب أهم من جوه ياه إنومك راحتك ما تنشغلش بقى بحاجة غير اتعب الشهر الجاي ده هتوصل لمجد غير مسبوك بإذن الله تعالى هنطلع لفاصل وبعد الفاصل كلام تاني مهم محضراتكم من جديد بعد مباراة طلع الجيش مستر مارسل كولر استق جدا من حالة ملعب استاد القاهرة والحقيقة مستر كولر كان من أوائل الناس اللي أشادت بالاستاد وفرحج إن الأهل ينقل مرشاطه لأستاد القاهرة وكتير لما تغنى بهذا الملعب دي حقيقة لكن شاف وقع قدامه شاف نجيلة فعلا متهالكة خالص عبر عن رأيه هل كم فيه تجاوز في الكلام ولا لا نسمعه تاني ونشوف إذ ربما يكون غلط وإحنا ما خدناش بل حاجة بس عايزة أقولها في الأول كده كان بيسأل على الملاحظة بتاعت ضر المباراة دي كان بيسأل على الموضوع اللي هتكلم في ده ليه علاقة بالمباراة ولا لا أو تقوله لا ليه علاقة موضوع اللي هتكلم فيه في الأول هو حالة استاد القاهرة إحنا كنا دايماً بنابقى بسطين جداً إحنا نعرف استاد القاهرة إحنا حاربنا عشان نعرف استاد القاهرة لكن الحالة اللي عليها الملعب حالياً بقت سيئة بشكل غير عادي الملعب أرضيته بتوحشة جداً كما لو كان ما فيش أي رعاية ليه أنا معرفش أصلاً المهندسين يشغالين فيه سبو وبطلوا يعملوا فيه شغل ولا إيه اللي بيحصل لكن الملعب بقى من سيئة لأسوأ كل مباراة الحفر بقى فيه بتزيد ما حدش بيعمل أي رعاية أو تقطير الحفر اللي فيه الملعب بيتهرس بيتسيء زيد حالته سوق حاجة تحزن جداً لأنه ده كان أحسن ملعب في مصر وده وجهة مصر ملعب ساد القاهرة فطبعاً بس بقول في الأول إن أنا زعلان جداً إن حالة استاد وصلت للمرحلة دي طيب أنا شفت المؤتمر ده بعد المباراة وفهمت إن مصر كورلا رعاية يقول إيه إنك أنت الأداء ما تقدرش تضمن الأداء العالي إلا على ملعب عالي وأنا كان فرحتي بالأستاد إنه كان أفضل ملعب موجود تقدر تلعب عليه وكان حتى لما تشوف كل المباراة الإفريقية وحريس يلعب عليه فالمسألة مفيش يعني تعدي ولا إساءة إن يقول بس أنا مش عارف إيه اللي حصل إرضية الملعب سيئة جداً وما تسمحش بالأداء الجيد في مباراة هو أكسبها يعني هو مش بتلكك إنما عايزي يقول ملاحظة أنا فجأت بردود فعل هنسمح طبعاً إنت موضب لنا حاجة عشان برضو أبا فايم هو ليه اتخذ بشكل شخصي في الحطة دي طيب ده كلام وليد الأزمة أو وليد عبد الوهاب لأنه بقت أزمة كولر الراجل محترم حتى وهو بينتقد بيشيد بالأستاذ بقول كان كويس جداً كنا بنبقى مبسوطين وانحا بنلعب عليه مش عارف هل المهندسين اللي كانوا مسؤولين عنه سابوا الشغل ولا إيه يعني هو بيقول إن الناس كانت عاملة حاجة كويسة جداً بقول بدأت تظهر في حفر بدأت نجيلة ما تباش بالمستوى اللي كانت عليه وبعد إن الراجل امتدح الملعب وقال لك دي واجهة مصر ودي قيمة كبيرة جداً أتمنى إنه يرجع للحالة اللي كان عليها يعني هو أوكيم صنفه التصنيف الإيجابي الكبير لكن فجأة لقاه تراجع لأسباب بالنسبة له ما كانش يعرفها فسجل رأيه زي أي مدرب في العالم بيتكلم على أرض ملعب ده بيحصل كتير حتى هنا وشوفنا مدربين كتير أو بينتقدوا الملعب ويحن انتقاد نهاردة التيش ويعني ما الجمهور بيطلع ينتقد ملعب التيش وإحنا انتقاد الملعب ومجرس الدار بيقفل وبيصلح وهكذا فالرجل لا أخطأ ولا تجاوز ولا استحاق رد الفعل من الأستاذ وليد عبيوهاب اللي حنسمعه مش عارف أقولنا حضراك ايه طبعا لكن هو كولر النهاردة واضح ان هو يعني شدد السلخ زي ما نقول على كل على اللعيبة وعلى الجهاز وعلى كله والستاد القاهرة برضو نابو جزء من هذا الموضوع لكن طبعا احنا انا مش عادر أقولك حالة استاد القاهرة يعني 100% لكن انت معانا كتصف حضراك يوم بيوم وتعلم احنا مش لقيين أسبوع نعمل فيه سيانة فانا معديش مشاكل انا ممكن ارغي كل الكلام دوت وهبعا تقول انا محتاج سيانة شهر بس احنا برضو هو كولر عنده حق يعني كل المبرات دي هو في الاخر عايز يلعب على أرضية جيدة فالنقطة دي لازم نحطها في الاعتبار كتنصف الأرضية شركة السيانة هي هي مطايريتش كل حاجة تمام هو لقى من ثلاثة يام على الأرضية والدنيا تمام والملعب الحمد لله مش للدرجة اللي هو بيكلم فيها يعني الحمد لله الملعب حالة جيدة جدا بس حضراك بتقول ان ما فيش وقت للسيانة انا بعثت النهاردة للربطة قلت لهم انا من يوم 27 لحد يوم 7-8 انا هقفل العشر تيام او الفترة دي اللي يزعل يزعل بقى واللي يقول يقول هو حاول يدافع طبعا وتصارن فيه هجوم على الادارة المعنية طبعا ده اللي يمكن يكون في زين ميستر كولر ميستر كولر بلوم ملاحظة على الأرضية وكان سهل جدا يطلع يقول السبب ضغط المبارات عليه ما عندناش وقت للسيانة لكن هو يعني هو قال كده قال احنا ما عندناش سبوع واحد هو ده كان سبب منطقي ما احنا بنقول ايه حتى لما بقول سبب ارهاق اللعيبة واصاباتها الكتيرة ضغط المبارات ومن عندناش وقت للرعا زي على فكرة النجيلة دي روح كائن حي طبعا زي اللعيبة طبعا بترهق اللي بينطبخ على العيبة ينطبخ على الأرض ينطبخ على النجيلة ينطبخ الضغط 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 مؤذي لكل حاجة لكن لما انا اقول لك ما قالك وشك أصفر كده ليه ما تقوليش انت فيها يا جدعي انت هتقولي وبعدين تقولي انا بقالي ثلاثة ما نمتش واكلي وحش طبعا عشان كده وشك أصفر يعني انا انا مش قصد اقولك شكلك وحش انا مش متعود اشوفك مرهق كده ابراهيم بعد ما تزعل وتشخط فيا وتخوفني وانا بخاف منك جدا ابتدي تشتكيلي انك ما بتنامش وما بتاكلش اوه صحيح اوه صحيح فتقولي اه انا والله طمتني عليك كله نموا وارجعلي بقى ابراهيم يعني هو ده طيب الاستاذ واليد عبوهاب الرجل يعني مستر كولر اتكلم بمنتال احترامه التأدير استاذ واليد عبوهاب امفعل بدون مبرر وفي الاخر انا هقفل بعيدا عن ان ده منشاة حكومية منشاة قومية الاندية ما بتلعبش فيها صدق النادي الاهلي بيدفع تقريبا 150 الف جنيه في المباراة يعني الاستاذ لوحده لما يتعاقد مع عدد كبير من الاندية هزون مبلغ زاد كمان مبلغ ممكن يكون زاد فلما بيلعب بيتعاقد يستقبل مباراة كبيرة هو ده اللي بيأز الملعب وخلينا انه بقى صرحة اكتر حاجة ازت الملعب ان انتو بدل ما منتخب الوطن يتمرن خلال الفترة الخمساشر يوم بتاعت الاجندة الدولية بدل ما يتمرن في الملعب الفرعي كان بيتمرن يوميا في الملعب الرئيسي دي ما حصلتش مع اي مدرب تقريبا ايام كابتن الجاري كان الملعب الفرعية للسادة القاهرة كنا بنروح نحضر كل التدريبات في الملعب الفرعية وهي معمولة عشان كده ومفيش فريق ابدا لا منتخب ولا فريق بيلعب في الملعب الرئيسي الملعب الرئيسي استاذ فريم عشان توصل كلامك بتركيز اكتر انت عايز تقول الملعب الرئيسي المباراة فقط فقط والتدريب اللي قبل المباراة اذا كان اذا كان فريق اجنبي اذا كانت مباراة اجنبية في حق قانوني ان الفريق ودي نصيحة ودي كل قد ايه بنلعب في بطولة افريقية لكنه ان انت تفتح الملعب لتدريبات المنتخبات عمال على بطال ارضاء اللي سين او صاد طب ما هتبقى النتيجة كده انك يوميا فيه تمرين في الملعب انت النادي الاهلي متعاقد مع الستاذ حقه زي ما بيدفع فلوس يلعب على ملعب كويس الزمالك متعاقد مع الستاذ حقه زي ما بيدفع فلوس يلاقي ملعب كويس الاندية الاساسية اللي متعاقدة معاك من حقها انه تلاقي الملعب ولمنتخب لما يجي يلعب ببراه بس انتو كمان ما تفتحوش الملعب للتدريبات وتشتيكوا من الاندية اللي هي بتدفع فلوس ونسمع نغمة احنا هنقفله واللي مش عاجبه واللي يروح يروح لا دي اولا لغة مقبولة ولا قرار حد يملكه لشخصه مؤكد ان فيه مجلس ادارة للستاذ ومؤكد ان وزير الشباب والرياضة رئيس مجلس ادارة هاية الستاذ بصفته وليد عبلوهاب الراجل قايم بدور انت مسؤول على حماية وصيانة الستاذ نفسه مستر كولر قال لك دي واجهة مصر الرياضية اتمنى ان يبقى في الشكل اللي انا شفته عليه يعني الراجل ما بخذش حق ولا انكر ما هاجمش يعني ما هاتمش عادة بالتأصير ولا الساذ وليد عبلوهاب كمان نقشو الزميل محمد شابانة عن اللي حصل في الاستاذ والصيانة بتاعته وليه وصل لهذا المستوى نشوفه وليد عبدالوهاب المدير التنفيذي الاستاذ القاهرة ربما عنده تفسير لحالة العشب اللي مرسيل كولر بيشكو منها اعفو جالة سريعة ساذ محمد كل ما هنالك ضغط ومباريات على ارض الملعب وانا كل ما اقلب بفترة سيانة للملعب ما فيش طبعا ومش عايزين نعمل ازمة انا جيت طلبت فترة توقف المنتخب اتمرن عشر تدريبات على ارض الساد القاهرة قعدوا عشر تيام جينا نعمل السيانة بعد المنتخب ده عشر تيام غير الماتشات اللي تلعمت عليه ده غير الماتشات الماتش بتاعت مصر جينا منتخب الولومبي عنده مباراتين برضو وديتين مهمين جدا اه بتعقد وفار اه طبعا ما قدرت ناس نعملش يانا فكل الحاجات دي طبعا مؤثر اه بس الارضيات قصرت اه طبعا انا مش انا او انا اطلع اقول له حضرتك المتقصرت المتقصرت النهاردة طالع اه كلها عنه تسريحات عن ترية غريبة جدا ولا انت بتقول عشان مبارات بيرمز عشان لو معفقتش في مبارات بيرمز اه يبقى ارضية الملعب هي السبب فطبعا يعني مبررات بس هو بس انت حضرتك بتقول ان فعن الارضية فيها مشكلة هو الراجل يعني بيقول لك ان الملعب طولهم زي الحرير يعني ايه اللي حصل له محتاج فيه يعني الغريبة يعني هنا هنا ابتدي اختلف شوية مع الستاذ وليد اه يعني هو لما يقول اه عندي ضغط وانا مضطر فيه ومن كذا الحد لك كده الدنيا ماشي يعني لكن لما تقول هو انت عشان خايف من موتش بيراميد ده كلام مش مسؤول لا انت دخلت في حيطة اه اه تنمر ومكايدة اه لا كلام غير يعني حد ما ينفعش واحد مسؤول قاعد على كرسي رئيس لا يعني دخلت نفسك طرف انت دخلت نفسك طرف ليه ابتدت الناس بقى تاخدها بمعنى تاني هو انت بتشجع مين وانت عايز ايه وانت ايه اللي مزعالك كده يعني انت الحد ما انت بتقول هو قالي اللي انت قلته بقى بعد متلسانه هو المنتخب عشرة ايام كان لازم يتمرن على الملعب الفرعي المنتخب اللي لهم بيعمده موتشين ماشي يلعب عليه انما ما عندكش وقت للصيانة وسامح ان المنتخب يلعب عليه عشرة ايام وبعدين لما الراجل يقول لك الارض بقت وعشة وشبانا بيقول لك الارض اتأثرت قلت له طبعا اتأثرت اعترفت ان الارض مش ما بيتش زي الاول او اتأثرت لكن كولر تصرعت عن تارية هو ما هجمكش على فكرة هو راجل يقول لك ده كان احسن استاد وانا كنت بحبه قوي والارض دلوقتي ياري تيرجع زي الاول قال ايه اللي عن تارية فيها طب تقول له انت ولا انت خف تخسر من پيرامد في ايه استاد واليد انا مش معك في الحتة دي اا وبعدين يرجع يقول لك ايه شبانا بقى اللي رد عليه بس انت بتقول الارض الملعب فيها مشكلة والراجل بقول ملعب طول عمر زي الحديد ايه اللي حصل رد ببساطة عايز صيانة هو ده الرد هو ده رد المقنع المفهوم اللي نبتني كلنا نشتغل عليه لما حد يقول لك مران يقول له لا معلش خليه مخصص للمطشاط بما فيه لان انت حتى كمنتخب ما يقدرش يطلب منك انك تبهد الارضية ييجي عنده ماتش ميلعبش عليه المنتخب اللي لهم بنفس الشيء فانت بتلعب عليه اهم المطشاط يا المطشاط الافريقية المهمة المطشاط المنتخبات المهمة يا المطشاط الدربيات المهمة انت بتستقبل اهم مطشاط اللي مطلوب العالم كله بتفرج عليك فيها وبيشوف الاستاذ وبيشوف ان احنا عندنا كرة حلوة كرة حلوة من غير ملعب حلو مش هتبقى حلوة هتضطر الكرة بدن ما تمشي على الارض ترفحها بتلعب طريقة مختلفة بتأثر على المهرات يا استاذ براي نتمنى الحادثة دي تتاخد في سياقها بس التعبير مش موفق شوية اما لوش لازمة انت ليه قلتو يعني يعني برضو خلينا ما نخليش حاجة تشد ناس عن بكر طيب كابتن شوير قيم اللي حصل ما بين كولر وما بين وليدة عبد الوهاب نشوف رأيه كولر طلع الراجل الحقيقة وقالك انا راجل بحب ألعب في استاذ القاهرة وانا راجل طلبت ان انا ألعب في استاذ القاهرة وانا راجل حربت ان انا أبقى موجود في استاذ القاهرة لان الارض محترمة والدنيا حلوة والقصة جميلة لكن الراجل اشتكى قالك الملعب بقى فيه مشاكل بقى فيه حفر بقى 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 وانا على فكرة قلت الكلام ده من اسبوع لو حضراتكو تفتكروا الهارس اللي موجود على استاذ القاهرة هارس لا يتحمله اي ملعب على الاطلاق يعني ما ينفعش اي استاذ في العالم يتحمل كل هذا الضغط بمنتها الامانة وبمنتها الصراحة والوضوح مستحيل 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 انه اي ملعب يستحمل ده فالرجل لما طلع اتكلم هو ما كانش بينقض استاذ القاهرة هو بينقض الحال اللي موجود وشايف انه فيه اسباب دعت انه الارض تبقى بالشكل ده للامانة الشديدة وهو صديقي العزيز وليد عبدالوهايب رئيس سيدة استاذ القاهرة صرح تصريح غير موفق فقالك والله هو مش كان بيلعب في الملعب ده هو مش كان عاجبه الملعب ده هو الراجل قالك انا كان عاجب من الملعب ده وانا جيت الملعب ده لان انا عايز العب في الملعب ده لانه ملعب جيد لكن لما يقولك فيه مشاكل في الملعب فيه مشاكل حضرك تطلع تقول والله اسباب انه الستاذ ده فيه مشكلة واحد اتنين تلات اربعة خمسة عادي جدا لكن ايه ما ادعي بقى انه بيمهد للخسارة انه خايف يخسر ده مش دورك يا استاذ وليد نمرة اتنين قال لك والله مش عايز تلعف الاستاد ما تلعبش في الازال طب احنا عافليه الاستاد هذا الاستاد ليس ملكية شخصية اذا القرار يخرج من السيد الوزير فكان تصريحا غير معفقا من السيد وليد عبدالوهاب نفس الكلام يعني وحتى كلام الكابتن شوبير ادى العذر للاستاد ان عليه هارس جامد جدا مفيش ملعب في العالم استحمله بالطريقة دي وده حقيقية لدي بقى فيه صيغة ان الملعب ده تخصص لايه مش من ضمنها التدريب اليومي لان زما انت قلت الملعب الفرعية في الاستادات معمولة عشان التدريب اليومي ده انت لما بتروح تلعب استاذ ابراهيم برا بيمرنوك في ملعب فرعي ويمرنك لمدة نص ساعة ولا حاجة اذا قدر على الملعب الرئيسي فانت يعني خلينا ناخد الموضوع في سياق ما نكبروش اكتر من كده برضو والدنيا مش نقصة يعني ان احنا تصريح يعني كل واحد يخلي باله الكلمة الان اصبحت في هذا التوقيت لانت بتقالت صح قوي طيب المراهنات عيني عينك قعد الاعلام فترة طويلة جدا يتحدث عن المراهنات في الدور المصري بصوت الهمس والغمزة احيانا واللمزة احيانا اخرى ومحدش كان عنده دليل احنا بنتكلم في موضوع المراهنات ده بقالنا كنتكلم وانا فترة طويلة بنشاور انه فيه امور مش طبعية فيه امور مش طبعية في المسابقة والسنة للموسم اللي فاته واللي قابله اتحاد الكرة زبط واقع او الواقع راحت الاسم وتكلمنا فيه بمركز شباب طامية في الفيوم وكان فيها اعترافات ان فيه لعيبة في الدرجة التالتة خدت فلوس من الناس عشان تتلعب في نتيجة مباراة وما فيش حاجة حصلت وتكلمنا انه فيه مواقع اجنبية بتجري المراهنات على الدور المصري وان اللوجو بتاع اتحاد الكرة منظم المسابقة واللوجو بتاع كل نادي من الاندية اللي مشاركة في الدوري بتتصدر هذه المباريات عند الاعلان على المراهنة عليها تعاملت حملات صحفية كتيرا من سنتين انا فاكر في الاخبار زميلنا تامر عبوهاب عمل سلسلة تحقيقات عن المراهنات تهدد الدوري وفضلت الناس تنتظر من اتحاد الكرة انه يتحرك مفيش حركة وكان الكلام اهو اعلام اهو زي ما بيقوله كلام جرايد مدام ما عندكش دليل الحياء حتى شاهد شاهدوا من اهلها طرع باسم مرسي لاعب الزمالك السابق والاسماعيل الحالي في حلقة من حلقات البودكاست وشاور بوضوح شديد جدا انه فيه مراهنات في الدوري ايه اللي المفروض يحصل هنسمعه عشان نشوف بالزبط حقيقة الموقف ايه فيه مراهنات في الكرة المصرية طبعا فيه مراهنات فيه انا بقدم على العيبة وفيه لعبة كتير عارف الكلام ده يقولك مثلا في الده عشرين طلع القرى قاوت مثلا فده عشان طلع القرى قاوت فده خمسة عشان طلع قاوت فده عشرين طلعوا هديك مثلا خمسشر الف جنيه عشر تلاف جنيه وموجود طبعا مراهنات في الدور المصرية شفتي بعينك ده يعني انا ممنشاهد انا بقد مع العيبة يعني معنين انت حك كانك ومعنين انت شوفت بعينك اتقلهم كده نصا نصا طلع القرى ببرة او خد انظار خد انظار في الده عشر تلاف جنيه او طبعا فيه طبعا فيه في حد عمل كده فيه يعني فيه يعني فيه العيبة بتدخل طراعين اصلا في الدوري المصري الدوري المصري على نتاج ممتشاط وحاجات كده ويخشوا مثلا باسم مثلا هيطلع هيعمل هياخد كارتة احمر مسلا في الدين عشرين فباسم ياخد كارتة احمر في الدين عشرين فيه العيبة دخل لو فيه الناس بتفوت اجوان عماتني يعني اش اعزاه اكثر يعني فعلا بيحصل ده بيحصل 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 الله وحصل فان ده كبير يعني حصل من بعض اللي عبا فان ده كبير اهه هو انا يعني طبعا بالنسبة لباسم كباسم انما انا حستند عليه في الوقعة دي لانه واضح انه هو غارز في مجموعة متدخلة في الموضوع متدخلة في الموضوع داوي وقال اعرفهم بالاسم وقال فيه ناس فوتت وفيه ناس بتفوت اجوان وفيه ناس بتاخد انظارات وفيه ناس بتطرد ولكن انا ما ليش دعا بقى هو قال قال كلام ده هو مسؤول عنه بس هو حدد انه يعرف اسماء اللي انا مندهش له جدا انا الحد دلوقتي ما سمعتش ان حد من اتحاد الكورة او المسؤولين عن الرياضة او الرابطة المسؤولين عن الرياضة اصلا ده مش في الدوري ده كورة او او في الرياضة المصرية ده حتى على مستوى الوزارة ده موضوع خطير ده بيمس سمعة الرياضة في كورة القدم والله اعلم في الرياضات اخرى ولا لا اه ان حد قاله تعالى قلنا مين دول الكلام ده صح ولا غلط وزا كان صح هم مين دول ليس من حقه ابدا انه شوه سمعتك صح لا لانك انت قلت انا اعرف انت شوهت الكورة المصرية واحنا بنقول ان فيه احنا عارفين بالاحساس ان عارفين ان فيه حاجة بس ما شورناش ما تدعيناش ان احنا نعرف ان حد قال انت بتقول فيه حد قال دي شهادة مهمة جدا يجب التحقيق فيها لان دي اول الخط اللي ممكن يوصلك استاذ ابراهيم لحاجات اهمة بكتير ده اللي خلانا جابنا الفيديو ده لاهمية ما قيلة وخطورته وخطورته طيب الكلام ده خطورته فين يا جماعة انك انت عندك احتمال امرين فيه احتمال انه باسم ما بيقولش كلام فرائع في الهواء مؤكد انه عارف ناس وعنده معلومات قال كده طيب اتحاد الكورة عنده حاجة اسمها لجنة الانضباط برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي هذه اللجنة معنية بحماية المسابقة وكل ما يتعلق فيها ما ظنش ابدا انه فيه اصعب وافدح واخطر وابشع من اتهامات تمس نزاهة المسابقة وشرفها طبعا مفيش ابدا لا يمكن يكون فيه اتهام اخطر بانه فيه رشا في المسابقة فيه ناس بتقبط فلوس عشان تفوت مطشاط فيه ناس بتقبط فلوس عشان تطلت في وقت معين فيه ناس بتاخد فلوس عشان تحقق حدث معين ينجح صاحب الرهان استاذ زفرين ده مش اتهام ده شاهد وبيضلب شهادة عبر وسائل الاعلام وبيقول انا عارف هنا يبقى السكوت جريمة حقيقية في حق الدوري وربطة الاندية المفروض دي مسابقتها ودي سمعتها لو انتو عجبكم انه يبقى فيه مسابقة تلاك على الالسن بهذا الشكل بره وجوه ان الدوري المصري خلاص باز وبقى مرهون للمراهنات المسألة في منتهى الخطورة حتى على القيمة التسويقية للمسابقة وصورتها وقيمتها احنا بنتكلم على التحاد فات عليها مية سنة كاملة واكتر فهنا لما اللي بيتكلم ده مش صحفي ولا اعلامي ولا واحد بيتكلم من الجمهور اللي بيتكلم لاعب مسجل في الدوري بيلعب مع فريق ومتواصل مع زميله بيتكلم ان انا عارف ناس وان انا سمعت ناس وفيه ناس بتعمل كذا وناس بتفوت مطشاط وناس بتقبط فلوس عشان تعمل اكشن في توقيت معين في المباريات لانه فيه رهان على النقطة دي طيب يا جماعة احنا محتاجين ايه ده كلامة الف العلن يمس المسابقة هنا مش الاجدر بربطة الاندية تحيل ما تم عرضه وبسه عبره كله انه انتشر كتير جدا حتى المواقع العربية بتاخده طيب انتو النهاردة احنا غيرين على مسابقتنا تعالى سيد المستشار محمد شيرين فاهمي رئيس لجنة الانضباط مفيش اخطر من ملف زي كده يروح له يبدأ التحقيق ويبدأ يمسك اول خيط اول خيط ان فيه لاعب في الدور بيعترف بنفسه تعالى اقول ايه معلوماتك اللي عندك وإلا يبقى فيه مشكلة في تعامل الاساء شوف استاذ براي ما حدش يقدر يعييرنا دي ظاهرة عالمية وظاهرة العالم كله بيتصدى لها لكن انت ممكن العالم يعييرنا بايه بانك عارف وساكت او تقدر تعرف ومحاولتش تعرف خلينا نقوله بالطريقة دي لان فيه واحد اهو بيقولك انا شاهد زي كابتن شاكر عبفتاح ما قالك فيه لعيبة بتاخد منشطات ولعيبة عندي بتاخد كذا مثل هذه الاعترافات ما تتقلش وتنتهي بان احنا ونبدا كلام وده مش لا ما يبقىش فيه استهانة احنا ابتدينا للحلقة بنقول ايه الكرة مصرية كرة قوية هجماعة طبعا بكل ما شوفوها من الكلام اللي احنا عمالين نقوله ده ما بقى لك لو الاداء ده نضبط ما بقى لك لو الملعب دي تصلحه لو ما بقى لك لو كل شيء تحط فيه مكانه الملعب ده للمبارات والملعب ده للتدريب والتوقيت بتاع المبارات كذا وهنتصدل مش عارف لإيه كل كلمة تقال يجب أن يتم تحري خصوصا لما إحنا كنا بين ننوه وبعدين بعد شوية التنويه ده ابتدى يبقى له أمارات وبعدين طلع واحد يقال لك أنا شاهد دي النقطة اللي انت بتدور عليه أي حد بيحقف حاجة يتمنى حد يقول له أنا شاهد يدور على الشاهد ده هو ده مربط الفرص يا شاهد يا بتشوه يا بتشوه نجيبه أنا أتصور أنه هو مش هيحط نفسه في موقف أنه يقول أنا شاهد هو مع لأنه لو رح أعلقه مش هقول يبقى هو مسؤول جدا على كل كلمة قاله آه طبعا ويطلع يتقالينا إيه بقى في الحالة دي يتعمل إيه طب لو هو شاهد حقيقي والمعلومات مهمة ابتد يلقوا تنخده لأن المراهنات وراها حاجات أخطر وإحنا قلنا السلامة المالية على مستوى العالم ليه الاتحاد الدولي معني بيها؟ لأن فيها زوار غسيل أموال وجرائم مال ومرهنات مع بعض الخلل الإداري في الانتقالات والعمولات والكلام المشبوطة فأنت حضرتك ربنا رزق وقعد بيقولك أنا شاهد فرصة العمر أن احنا نبدأ إصلاح حقيقي مسابقتنا جماعة والله لو زبطناها هتشوفوا الكرة المصرية دي فين؟ طيب حتى تتحرك الربطة من السبات بتاعها وحتى الناس تغير على المسابقة فعلا ويحيل ملف أو يبدأ يشرع في تحقيقات جادة في ملف يمس خطورة وسمعة وقيمة الدوري حتى يحدث ده بس مرسي في اللقاء ده ما يخص النادي الأهلي فيه بعض الكلام اللي لا يليق فيه الجمهور الأهلي أصلا جمهور الأهلي ما بيحبنيش عشان أنا معلم عليهم بسجل فيهم كل المرشات أصلا أنا ما بخسرش وأنا في الزمالك ما بخسرش من الأهلي أصلا أنا قلت ربنا يديكوا العمر وتشوفوا الأهلي بيأخذ لما الزمالك خاد آخر مرة الدوري ربنا يديكوا طلط العمر وتشوفوا الأهلي بيأخذ الدوري تاني والأهلي بعدها يأخذ الدوري مرتين ما كانتش بحتاجة تقول العمر ده اللي عمره سنة شاف الأهلي مرتين بيأخذ الدوري فالمسألة هل الكلام ده صحيح ولا لا طب هو حقيقة أرقام باسم مع الأهلي إيه؟ ضد الأهلي على فكرة باسم مرسي لعب مع أنديتي الانتاج الحربي والزمالك والسيراميكا والإسماعيلي عشان يقول إن جمهور الأهلي بيكرهني أو بيدايق مني أو بيناوشني علشان أنا بسجل فيهم كتير أو بتفوق على الأهلي دايما 18 مباراة لعبها باسم مع الأندية دي ضد الأهلي عارفين كفاس كم مرة في 18 مباراة؟ 3 مرات اللي معلم على الأهلي وعلى جمهور الأهلي 3 مرات وخسر 11 مرة والأنديتي دي تعدت 4 مرات كل اللي سجلهم في الأهلي في 18 مباراة 7 جوان قال كمان بالنسبة للزمالك هو لعب مع الزمالك ضد الأهلي 11 مباراة في جميع المسابقات سجل أربع أهداف فيه مباراتين كانوا في كاس مصر مش في الدولة طيب عادي أقفينها بس طب هو إحنا بيقول لك جمهور الأهلي ما بيحبينيش ليه أنا حقولك أنا شخصين زعلان منه فيه أنا فعلا فيه ماتش ما حبيتوش فيه اللي عور سعد سمير بكوع في عينه وفتح له عينه وسعد سمير اللاعب والدم بيخر جوه عينه ورابط قرطه وده ماتش خسرناه بسبب الكوع ده ولم يطرد تعرف تفسيره الكوع ده إيه عشان نشوف يا جماعة الروح الرياضية وصلت لي فيه قالك سعد في أول كورة عالية خدها مني فإحنا كلعيبة لو خد مني التانية يبعلم عليها وكي نحن بنلعب مش في بطولة فأنا لازم أن أوري له العين الحمرة في التانية مش هتاخدها مني قال كده؟ آه يعني متعمد يعني ففي التانية أنا كان لازم أن أطلع معاه كده طب فين القرار في تحكيم هذه المباراة اللي خسرها للأهلي أيو ما هو الناس بس بتنسى أيو يعني وفي نفس المباراة لا شوق السعيد ضرب وليد سليمان وخلى رجله قد كده وقال لك أنا تعمد تضربه لأنه العين مش عارف مؤذي آه فتعمد تضربه تتخيل أنت أن المباراة دي بيتعمل فيها كده ويطلعوا لأهلي خسرها أظن شاوي سعيد في المباراة تانية برضو شاوي سعيد قاله أنه كان بيأخد معاه أو بشير كان بيأخد معاه دبوس أو مصمار لا يعني خلينا في الوقاتين دول لأن دول اعترفوا أيو أنا ضربت وليد متعمد والتاني قالك أنا ضربت سعد متعمد والتحكيم ما خدش قرارات أيو وخسر الأهلي تم طابعت لما تقدر أنت تتعور اللعيبة بقارات متعمدة والفرقة تشعر أو أنت مباحلة بتعمل كل الكلام ده ما أنت حتوبة بتلعب مباراة شكلاء إيه أنت محمي وبتعمل فيه اللي أنت عايزه وأنا مش قادر أعمل معاك حاجة فأنت بتشوي انتصاراتك حقيقي أنت بتشوي انتصاراتك وبالعكس أنت بتلقي أو بتهيل التراب على مكسب غير مستحق لأنك أنت جيب تقولين في الماتش ده بعدما عورت سعد سمير فالكلام ده مش مجال فخر يا جماعة ده جاء وبرضو التحكيم فوت الكلام ده ولا أحد حاسب ولا أحد ناقش ولا توقف قال كمان الأخ باسم أنه فريرة لو كان استمر مع الزمالك الأهل ما كانش هيطول الدوري أبداً ما كانش هيشم مباراة ده كلامة قال كده طب جزفاندو فريرة هذا المدرب الكوف أرقامه إيه مع الأهلي عشان الجمهور اللي بيسمع ده يسمع الحقيقة بالرقم فريرة لعب مع الزمالك ضد الآلي سبع ماتشاط فاز فيهم على الآلي مرتين مبارتين فازهم على الآلي في كاس مصر تعادل مرة واحدة وخسر أربع مباريات من السبعة سجل في الآلي ثمان تجوان والمبارتين هما اللي اتكلمنا عليه واستقبل 13 هدف ده حساب مدرب يقال إنه لو كان استمر الأهل ما كانش هيشها في الدوري الأهل بيشوف الدوري بغض النظر مين بيدرب في الفرق المنافسي يا جماعة أرجوكم لعيبة بالذات كلام ممكن مع الإعلاميين أو مع الصحفيين ياخد رأي ووجهة نظر لكن اللعيبة بتخاطب جماهير اللعيبة بتخاطب جماهير وهي منتمية إلى أندية ما ينفعش يبقى الكلام للجمهور بهذا الشكل وبعد كده نسأل الجمهور بيتدايق من الفريدة ليه وجمهور بيكره اللعب ده ليه من الخطاب اللي بيتقاله اللي كله مغلطات وكلها إساءات بالشكل اللي انت شفته نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل أهلا بحضراتكم من جديد منوعات من هنا وهناك منوعات رياضية مختلفة لكن في كتير منها أو هي بالأساس تمس النادي الأهلي بشكل مباشر كابتن عصامة عفتاح رئيس لجنة الحكام السابق من ساعة لما مشي من اللجنة وفي حلقه غصة من الأهلي وبيعتقد أنه الأهلي كان رافض وجوده مداية من قراراته وتدخلاته وشفنا احنا فترات كتيرة برغم أن الأهلي ساعتها لم يسق أبدا لكابتن عصامة عفتاح أو لغيره كان بيطالب بإصلاح منظومة التحكيم كان بيخاطب اتحاد الكورة باستمرار والربطة بالتأكيد على ضرورة تطوير منظومة التحكيم لتوفير أكبر قدر من العدالة بين الفرق المتنفسة مش لصالحه ولكن لصالح المسابقة اللي هو طرف فيها ظهر كابتن عصام بعد فترة غياب وبرضو مع ظهوره جاي يثير الجدل حول النادي الأهلي فقال أنه مارك كلاتنبرج الإنجليزي رئيس لجنة الحكام السابق اللي جيه بعد بينه قال أنه هو الراجل كان تعمد يغير الخط بتاع ظهر التسلل في مباراة الأهلي وفارقه علشان يجامل للأهلي أو يزبط صحة الهدف طبعا كلاتنبرج شاف أن ده أمري مث سمعته فرد عليه فورا على طول وقال أن أنا هقضيه وأن أنا مش هسكت على كده لسبب بسيط جدا الواقع اللي هو بيقولها أنا مكنتش موجود أنا مجيتش كنت لسه كلام ده حصل وأنا قبل ما تسلم العمل ومليش علاقة بالواقع فكان الرد بتاعه مقنع جدا خاصة في أنه عمليا الراجل مكنش موجود طب هل كان المقصود الترويج لمجاملة الأهلي خاصة أن الواقع أنت بتتكلم كابتن عصام عم فتاح عايز يرفض للوجود الأجنابي في لجنة الحكام حقه من الحكام الكبار ورأس اللجنة وكان عضو مجلس الدارة في الاتحاد فعنده حيثياته اللي تخليه يتعشن في رئاسة لجنة الحكام من المؤكد أن ده منطقي وطبيعي لكن هو بالثمرار الترويج لفكرة أنه حتى رئيس اللجنة الرجل الإنجليزي اللي الآخرون قالوا فيه أسوأ مقالة مالك في الخمر عشان يمشي ومشي عشان يمشي فالأهل ما كانش طرفه كل ده ومع هذا لما الكابتن عصام يتكلم يبقى الإشارة إلى أنه الأهل كان بيتجامل من الرجل الإنجليزي طب علشان كلام جاء عصام عف فتاح لا يمر هكذا والناس اللي ممكن تكون ناسية أصلا مباراة الأهل وفارقه والخط اللي تعمل هل كان فعلا الهدف سليم ولا مش سليم دي واقعة الكابتن محمود عشور ومن بعدها كان فيه مشاكل كتيرة لمحمود عشور كابتن سامير عصمان واحد من محلل التحكيم وخبراءه اتكلم في وقتها عن مدى صحة هدف الأهلي اللي تدخل فيه محمود عشور نفكركم بكلام كابتن سامير عصمان نفكركم ونفكر كمان أو نشوف الأول الكابتن عصام الأول نشوف الكابتن عصام الخطوط غلط الأول علشان ما نسبقش الحدث نسمع كلامه كابتن عصام وقع الحاكم كابتن محمود عشور ودينه 8 شهور ما بيحكمش في مصر كان فيه مباراة للنادي الأهلي والخطوط وجنى الخبير العالمي الأجنبي اللي أصلا ما ما عندوش دورة محاضرين محلين في إنجلترا وحاول يحلق الخطوط عشان يرادي حد يعمل حد طبعا عيب حاول يعمل إيه؟ حاول الخط يتلاعب فيه عشان يطلع عن الكرة هدف أو مش هدف بالكلم بجد أولوا العظيم ده كنتمتش إيه؟ خد بس أنا مش فاكل بس كان محمود عشور هو الفعل محمود عشور في الحالة دي ده كنتم خطير ده أولوا العظيم بكلمة الجد ده كنتمتش أهلي أو زمالك كنتمتش أهلي أعتقد وتم إلغاء هدف للتسلل المهم فهو عمل فهو عمل أنا مهتم ما عرف والنص مهتم ما تعرف هو كان عاوز تتلع كرة هدف اللي صالح مين كان على هدف ضد الأهلي كان لصالح الأهلي قلت انا مشيت قبل ما يجي هو بيوم هيا كان حقيقة الامر ايه تسلل ايه تسلل كانت تسلل يعني عمل حاول بكل الطرق اكلاتنبرج اكلاتنبرج لكن انا بتكلم على محمود عشور ده كان مطشي الاهلي وفاركو الكابتن الكابتن عصام هو بيقول تلاعب في الخطوط يا كابتن عصام ده انت ما هتشوف مين اللي تلاعب في الخطوط ده هو رجع الخطوط قال لكم انتوا حطينا كده ليه لما جات الحالة دي بعد 15 يوم والعشرين يوم تنقشوها انتوا اللي عرضتوا الحالة عليه هو ما كانش موجود ساعة ده هو كانش موجود ساعة اللي التلاعب في الخطوط تعال شوف مين اللي تلاعب في الخطوط هتلاقينا يا استاذ فراهيم كابتن سامير عصمان خبير التحكيم قال رأيه في الهدف ده هل كان محمود عشور خطه سليم ولا لا نفكركم نحن بعد ما عملنا الخطوط اللي احنا شايفنا قررنا مع هاني عفتاح ان الهدف سليم اما جينا عملنا مسافات شوفنا ان المسافة المسافة من اخر مدافع الخط المرمى كان خمساشر متر وتمانية واربعين سنتي خمساشر متر وتمانية واربعين سنتي طيب المهاجم اللي اتحسب عليه ايه لو اقل من خمساشر متر تمانية واربعين سنتي يبقى الكرة دي تستهله طب عاوزين نشوف خطوط الفار اتعاملت ازاي نعم النقطة لازم تبقى محطوطة في الكتف ده يعني الخط ده يبقى محطوط هنا ده السورة اللي تعليقت من تقنية الفار أو غربة الفار طبقا لرؤيتي حدف الأهلي سليم هي حعمل طبقا لرؤيتك يا طبقا لرؤيت الجميع بلا استثناء يعني يبقى مين اللي حطت تلاع في الخطوط مين اللي حطت الخطوط غلط الفار محمود عشور محوكان مين المسؤول نقول كان فلان هي دي القصة إن كنت لما يجي حد بقى ينقشي كلك يصل الخطة ده محطوط غلط توم تقول ده بيتلع في الخطوط مجملة اللي نادي على حساب قدق هاو كابتن سمير عثمان قالك ايه وجابها لك بقى من ناحلة عكسية ده حسابها له بالسنتيمتر بالسنتيمتر إنت عطت الغلط الفار عشان يزبط إنها في صيد حط الخطوط غلط طيب كابتن سمير عثمان يا كابتن أصام يكفي ولا تاخد جهات جريشة كمان خد جهات جريشة جدا النهاردة في مباراة الأهلي وفاركو إلغاء هدف الأهلي بداية التسلل هنتفرج عليها ونحللها مع بعض ونشوف الخطوط اللي ترسمت ساعة اللمس الكرة كان لسه فيها يعني الكرة اللي تلعبت كان لازم تستنى خروج الكرة بالكامل وترسم الخط هو يترسم الخط قبل خروج الكرة وبالتالي الخط لما ترسم ترسم من الرجبة اللي تحت لو من كتف اللاعب الخط اللاعب النادي فاركو مغطي تماما اللاعب النادي الأهلي المسافة من خط منطقة الجزاء للاعب النادي الأهلي أصغر من المسافة من خط منطقة الجزاء لنهاية كتف فاركو وبالتالي حتى من غير خطوط بالنظر هتلاقي الكرة سليمة وهدف سليم ملغي لنادي الأهلي طيب كابتن جادة اللي بيحاول ايه يطلع لك اي غلطة في اي حاجة قال لك دي بالنظر يعني مش عايزة فار والنسبة الحاجة تانية حكسية يعني كابتن سمير عثمان جابها من عند الجود هو جابها لك من منطقة الجزاء هتلاقي لعيب النادي الأهلي أقرب لخط منطقة الجزاء من لعيب الله رغم انه قال انه اتحسبت برضو مش لحظة خروجه كورا يعني حجم الأخطاء اللي حصلت من الفار في اللقطة دي ما كانش كلاتنبرج ده يعني اما ييجي يقول رأيه انه ده كل ده غلط زي ما قاله سمير عثمان انه ده غلط زي ما قال جهات جريشة انه ده غلط انك تلغي انك تحسب لعب الأهلي في صيد وكلاتنبرج ييجي يأكد على كلامهم لسه عندك حد تاني ليست شهادة واحدة ولا اثنين بل سلاسة التالتة لكابتن توفيه السيد عشان الكابتن عصامي ينبسط الكورة دي ايه كابتن الاول قبل ما نتكلم على الأداء أحمد الغندور قولا واحدا بصدق هدف صحيح ما في المنزل طب يا كابتن يعني اسألك سؤال معلش انا قاسف يعني يعني ما تكون كورة بهذا الوضوح وفيه فار حلو والفار هسبت لك الصورة وعمل لك الخط وكل حاجة وتتحسب برضو اوف سايد بس عامل الخط ده عامل الخط منين بس اللي فار عامل الخط هنا كابتن محمد حتى البروتوكول بتاع الخطوط معمولة غلط ده معمولة من بطن اللعيب المصطرد ما هي أقرب نقطة الخط المرمى اللي هي كتف اللعيب مش بطنه مظبوط انت بتتكلم عالكتف اللي هو أقرب للخط للخط المرمى بالظبط كده يعني ده الخط حتطع اللي قالي عالكتف الشمال ها اللي فوق وشه لينا وهتطع عالكتف الشمال لللعب اللي وشه له جود فعاكس الخط عاملو كده يعني كل توفيق السايد ده واحد مسؤولين وكان بيعاني الحكاية اي فكلامه قال لك قولا واحدا هدف صحيح ماء بالماء اي هي كابتن عصاب كل دور على فكرة زميلك ورجالتك كلاتنبرج مالو عملت انت بينك وبين كلاتنبرج انت مستقلوا بالنسبالك انت شايف نفسك أعلى منه واخد شهادات أعلى منه واخد كرصات أعلى منه ومركزك الدولي أعلى منه هذا حقك اطلع انتقدوا زي ما انت عايت لكن ما تدللش على وقاع تخص النادي الآلي وكان صاحب حق فيها لما قدان محمود عشور في البعد كده أما جنب يعرضو عليه وبيقولوا له أصل ده كذا وده يعني فينا تطالب يقافه ده انت ده شوف التنقض بقى جيه قال لك ما كانش ينبغي في ماتش قريب بتاع الزمالك يتعين البنة و واحمد الغندور واحمد الغندور بعدها كده على طول هو عين محمود عشور بعدها على طول هو في اللقطة التي أدانه فيها الجميع انه حطت الخطوط غلط ودي كانت واقع انت عارف عملت ضجة ضجة كبيرة يعني أسفرت عن ان تجيب تجيب يعني خبير أجنبي انت عايشت كنت بتقول لي حاجة واحنا بنعرض رأيك دلوقتي يعني في تور بيريرا البرتغالي واضح انه مش هيبقى موجود الموسم الجديد شوف فكرة ان انت تجيب خبرة أجنبية لإدارة اللجنة ثبت صحتها ما انت هجيبه ليه عشان يعين حكام ولا عشان يصلح مفاهيم ويوضح رؤى ويضبط أصلانا مش كل الأخطاء بتبقى أستاذ إبراهيم أخطاء عندما يشوب الأخطاء الواضحة جدا تجاهل الأخطاء أوضح منها دي ضربات الجزاء والجنة الغلطة اللي تحسب ما انت بتيجي زي في نفس الدوري الزمالك في ماتشر مصري 2-2 وفي الثواني الأخيرة يتحسب ضربة جزاء على المصري يسبقها فاول على لصالح المصري في نفس الثانية فانت بتروح الفر جايب له الغلط ما جبلوش اللعبة كاملة ما جبلوش اللعبة من أولها اي صح احنا بنتكلم دور الفر هنا ايه البحث عن الحقيقة ولا تأكيد وقعة بتروح واخد الوقعة من سياق المشهد العام فتقول قص دي افسايد كلام جميل جدا طيب قبل الافسايد كان فيه ايه ما بتقولش قبل ضربة الجزاء كان فيه ايه ما بتقولش ما ده دور الفر ده انت اللعبة بتتلعب وتوصل وتيجي جونه وقولك هسا كان فيه فول النحط تانية قبل الصنطرة ده وصل الامر يقولك القانو يقولك عند استقناف اللعبة على خطأ ما تقدرش تصحها يعني ايه يعني لو انت جيب تجون غلط لو تسنطر ما تقدرش لغي بعد الاستقناف النادي الاهلي في ماتشه امام البنك البنك ده كل سنة احنا لنا معه واقعة امام البنك جاب جون جابه ايمن اشرف كرة اللي بدماغها ايمن اشرف لا 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 غير دي ده دي السنة اللي قبليها كرة رامي ربيعة كرة اللي جابها محمود وحي الجون الوحيدي اللي جابه مع النادي الاهلي قالك اصلا ايمن اشرف رامي ربيعة رامي ربيعة قلت ايه ايمن اشرف ايمن اشرف في السنة اللي قبليها ودلوقت ايمن اشرف بس انا هعديها قلت رامي ربيعة كرة رامي ربيعة لما رامت كرة فنزلت على الارض والعب في بعديها بشهر اللي قلي بيلعب الزمالك في الكاس انا عايز الاعداد يجيب للكورتين دول لو في عمر عشان نقول لي عشان كلمة روح البروتوكول طلعت من عصام عفلتاح في المطش ده ده هو نحا تكلمة طلعت روح البروتوكول في المطش ده الكرة تلعبت وتنقلت واستقنفت وجي منها جون فرجعتها علشان الكرة مش ثابتة كاس مصر اللي بيخرج من الزمالك الكرة بقى مش مش واحد حتى ده زقها مرتين يعني اتزقت يا أستاذ إبراهيم اتزقت الكرة وتلعبت تاني من نفس اللاعب يعني هو عملها كده والعيبة أصفرت عن هدف عن هدف الزمالك اللي خرج الأهلي من الكاس صحيح الوقعتين دول عايزين من الإعداد سامعيني عايزة شوفهم للأسف ده هامنا الوقت بكرة طاقم تحكيم أسباني أيضا من تحت رأس ما يحدث مع الأهلي من ظلم تحكيمي الأهلي ما كانش هيقدم على طلب حكام أجانب لعدد أو لبعض مبارياته ويتحمل الكلفة العالية بالدولار إلا لأنه فعلا بيبحث عن العدالة التي يفتقدها في كثير من الحالات وعلى فكرة وخدها بالمحمل التاني ولحماية الحكم المصري حماية الحكم المصري اللي جانب تعرضوا لكل هذه الضغوط فإنك أنت تجنب التحكيم المصري مغبت كل هذه الضغوط وهذه المشاكل لأنه الأهلي دايما في كل مكاتباته لاتحاد الكرة عايز الارتقاب الحكم المصري عايز تطوير منظومة التحكيم عايز تقديم كل فرص توفير العدالة للحكام تحت إدارة أسبانية كل التوفيق للأهلي أمام بيرامدز تسع مساء الجمعة باستاذ القاهرة إن شاء الله دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى زين النوادي بطلا شامخا تحية وإجلالا